موسيقى طب سلام عليكم شباب تانية سنوي النهاردة بإذن الله معدنا مع مراجعة الالجبرا هنبدأ كده قبل اي حاجة وقبل ما نبدأ حل عايز افتكر معاكم شوية حاجات اساسية هنمسك الالجبرا من اولها درس درس نشوف ايه التوبكس اللي اتكلمنا عنها ايه طرق الحل قبل ما ابدأ حل المسائل بتاعتي فعشان نبدأ على طول تعالى كده نشوف الكلام على ايه بداية الالجبرا يونت وان اول لما افتتح كلامي عن يونت وان اللي هي كان اسمها الريل فانشن هنتكلم مبدئيا كده على الفانشن اول حاجة يوم مسألك هي فانشن ولا لا المسألة اللي انا هدها لك قد تكون فانشن وقد تكون نوت فانشن ايه بقى الحوار بتاعي فانشن اور نوت اول لما اسألك المسألة فانشن ولا لا هتقول لي والله الكلام ده هيعتمد على كذا حاجة مبدئيا الاحتمال رقم واحد لو المسألة جايا لي مرسومة لو المسألة جايا لي عبارة عن كيرف كده مرسوم كان الاختبار اسمه vertical line test فانشن اور نوت اول حاجة هتقولها لي لو جاية جراف فاحنا هنعمل تست بسيط اسمه vertical line test vertical line test ايه بقى حوار الvertical line test ده انا هاجي ارسم vertical line في اي مكان او في كل مكان بعناي اعتبر في المسألة بتاعتي ارسم vertical line زي اللي انا عملته ده الvertical line اللي انا رسمته ده عمل intersection مع الرسمة اللي بالاسود دي كم مرة في نقطة واحدة مرة واحدة فلو انا عملت intersection مرة واحدة انت هتجي تقول لي vertical line test تطلعها لي function لو طلع لي تقاطع في only one point only one point نقطة واحدة بس عايزك تقول لي بقوا واحد قل لي المسألة يا مستر طلعت function طب افرط حصل تقاطع في اكتر من نقطة في more than one point more than one point هوريها لك برضو على الرسمة more than one point اتنين او تلاتة او اكتر من نقطة عمتا المسألة هتبقى not function تعال اوريك مسألة كده بتمثل بالنسبة لي not function تعال يا معلوم ادي رسمة بالمنظر اللي قدامك الرسمة عبارة عن الكيرف اللي شبه حرف اليون نايم ده ولو نسمت vertical line كده هتلاقيه تقطع كم مرة ادي مرة ادي التانية حصل intersection مرتين يعني حصل تقاطع بين vertical line اللي انا زودته في المسألة والرسمة مرتين اكتر من مرة حضرتك بتتكلم عن حاجة اسمها not function لو حصل intersection بين vertical line والرسمة مرة واحدة انت بتكلمني عن function ادي اول حوار اتكلمني عليه بتاع function or not بس الدنيا مش تبقى كلها جرافات النوع التاني احتمال يجي يديلي المسألة كده يقولي انا هكتب لك كزا واحدة وتقولي مين فيهم function ومين لأ y equal x square plus x minus 5 مثلا y power 2 equal 2 x plus 7 minus 3 x cube اي كلام بقى y power 3 عام equal x power 4 minus x power 3 plus x square plus 1 عايز اعرف مين من التلاتة اللي انا كتبهم دول function ومين لأ هتعرفها بمنتهى البساطة حاجة بسيطة قوي تبتكتب وراي كل النوتس دي لنفسك لان النوتس اللي هتكتبها دي هي اللي هتقرها وانت دخل على الامتحان ليلة الامتحان كده قبل ما بتنام تقرأ النوتس دي وتخش خلاص ابقى لامتل من هتكل مبدئيا الpower اللي على y الpower اللي على y دلوقتي احتمال يبقى even واحتمال يبقى od والله لو لقيت الpower od هي function ولو لقيت الpower even هتقولي بكل بساطة هي not function لانها هتطلع contain للواي فلذلك انا هبص على الpower بتاع الواي والله لقيت الpower بتاع الواي اود انا بتكلم عن function لقيت الwar بتاع الواي power y even انت بتقولي not function واحدة واحدة اول مسألة y power one ده power od انا بتكلم عن function تاني واحدة y power two ده power even اسف not function طب اللي بعدها y power three برضو ستيل بتكلم عن od power function ده كده الحوار سهل قوي يعني الحوار لما يدهنيك مسألة هيعتمد على function لو الpower od وnot function لو الpower even الاحتمال رقم ثلاثة يجي يقولي ارو دياجرام ما بين ال x والواي ارو دياجرام ما بين ال x والواي وحط له اي ارقام مش تفرق خالص الارقام واحد اتنين تلاتة اربعة مثلا اا seven two three one لو لقيت كل element من ال x خارج منه one arrow ازا اللي قدامي دي function each element from x كل عنصر من عناصر ال x خارج منها just only مجرد one arrow just only one arrow اروح اقول له خلصانة المسألة بتاعت دي function طب امتى كانت هتبقى not function لو element بتاع ال x الواحد خارج منه ساهمين تعال اوريك يعني مثلا اعتمد الراجل يجاب لك المسألة كده فاكس الارقام بقى انت عارف كده كده الارقام مش تفرق معي اي ارقام two three four one five three five مش فرقة خالص لو لقيت لغاية دلوقتي انت بتتكلم عن ايه اقول لي في الثانية واحدة ثانية واحدة ده ال element بتاع ال x ال x بتو بينظرها control y ال element اللي اسمه two اللي موجود في ال x بتاعتي خارج منه كام ساهم خارج منه ساهمين البتاع دي اصبحت not function بصلي على دي وبص على فوقها هتقطنع فعلا اللي فوق كل element بحترهم خارج منه ساهم واحد هنا في element خارج منه كام ساهم ساهمين فهنا old not function بس في الاولى old function كلام جميل حلو خش على بعده المعلومة رقم اربعة لو الراجل مدي الفونكشن بهذا المنظر يجي قولي two and one مثلا two and five three and seven four and two انا حوار الفونكشن والnot function مش عايز اكساية واحدة يبقى لها ويتين يعني ماينفعش الاي x متكررة بصلي ال x دي بكام بتو وال x دي كمان بكام بتو once لقيت x متكررة مرتين ومعات نيل value مختلفين لل y هي not function بالمناسبة دي نفس اللي فوقيها بالزبط لان اللي فوقيها معناها ايه معناها ان لما ال x بطول y بone ولما ال x بطول y بفايف ما تعتبرش فونكشن ماينفعش اقول عليها فونكشن لازم كل x يبقى لها y واحدة انا حاليا كان قدامي x بtwo معها الواي بone و x ثانية بtwo معها الواي بفايف قول لي لا اوتوماتيك دي ناسف دي نوت فونكشن وهما دول الاربع احتمالات اللي ممكن اتسئل فيهم هي المسألة فونكشن ولا لا تعرج احهم بسرعة كده اول حاجة لو جايلي مرسومة الvertecal line test لو تقطع في نقطة واحدة فونكشن لو تقطع مع الرسمة في اكتر من نقطة نوت فونكشن تاني حاجة لو جايلي الجيبريكا لي على حسب باور الواي لو لقيت باور الواي قد فهي فونكشن لو باور الواي ايفن هي نوت فونكشن تالت حاجة الارو ديجرام لازم كل المنت من ال اكس يبقى خارج منه ساهم واحد تبقى فونكشن لو لقيت المنت خارج منه ساهمين نوت فونكشن اخر موضوع لو اداني المنتس اكس وواي ما لقيش اكس متقررة ما ينفعش دي تبقى تو ودي كمان تو لا لازم ال اكسات تبقى ارقام مختلفة لقيت اكساتين بنفس الرقم اقول له انا اسف نوت فونكشن ماشي ماشي خش على بعض بعد كده جينا اتكلمنا على ايه في هذا الدرس الاول جينا اتكلمنا على حاجة اسمها الدومين وانا باتكلم على الدومين والراجل بيقول لي فايند الدومين الجيبريكا لي وانا بجيب الدومين من مسألة مكتوبة قدامي فونكشن عايز احسب لها دومين لازم تحددلي نوع الفونكشن النوع الاول انا ممكن اتكلم عن بولينوميال فونكشن بولينوميال فونكشن يعني ايه بقى بولينوميال فونكشن دي بولينوميال فونكشن يعني على اي منظر من المناظر اللي انا هكتبها يجي مسلا يقول لي الواي ايكوال اكس سكوير مينس 2 اكس بلاس 5 يجي يقول لي الواي ايكوال 3 اكس مينس 2 يجي يقولي الواي إكوال فور إكس كيوب مينس تو إكس سكوير بلاس ون قد البرونومي اللي هي بتبقى ما فيهاش فراكشن وما فيهاش روت أي واحدة من دول أوتوماتيك الدومين بتاحها آر كل الريل نمبر تنفع تاني نوع الراشونال فانكشن الراشونال فانكشن اللي هي بتبقى على منظر ريشيو اللي هي بتبقى فراكشن يعني لو جي قال لي واي إكوال أي كلام مكتوب فوق مش فرق معايا على مثلا 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 إكس ماينس تو أنا أول لما هلاقي المسألة الراجل بيقول لي فايند الدومين وهبقيها ريشيو أنا هبص تحت في الديني مونيتور لإني هقولي الدومين إكوال آر إكسيبت حاجة اسمها زيروز الديني مونيتور كان إيه بقى حوار زيروز الديني مونيتور ده كنت بساوي الديني مونيتور بزيرو يعني قلت ما دخلت على المسألة لقيتها ريشيو هبص تحت أخد اللي تحت أسويه بزيرو يعني هقول إكس ماينس تو إكوال زيرو في المسألة اللي أنا هكتبه له يبقى الإكس بكام بتو أكتب له الدومين إزاي؟ أكتبه كده آر إكسيبت تو اللي هي زيروز الديني مونيتور فكلمة زيروز الديني مونيتور اللي إحنا بنقولها كتير ونقررها طول منهج الألجبرا معناها إن بساوي الديني مونيتور بزيرو واعمل له إكسيبشن من الار الريل نومبر كلها شغالة معايا إكسيبت حاجة واحدة أصفار الديني مونيتور أصفار الديني مونيتور معناها بساوي الديني مونيتور بزيرو فأنا كده عرفت إزاي هتعامل مع البرونومية الفانكشن عرفت إزاي هتعامل مع الراشنال فانكشن النوع الثالث الروت فانكشن لو الفانكشن بتاعت فيها روت لازم أقسم الدنيا تقسمتين والله الإندكس بتاع الروت ده هو اللي هيحلمي موضوع كله لأن احتمال احتمال ألاقي الإندكس بتاع الروت إندكس قد يا رب الإندكس بتاعك في الانتحان يبقى قد أو هلاقي إندكس إيفن إيه حوار الإيفن إندكس والقود إندكس ده يعني إيه الإندكس ده اللي هو الرقم اللي هو عروت برة يعني سيء مثلا لو أنا جيت قلتلك Y equal cubic root X minus 4 بص automatic تقولي الدومين R الود عشان كده قلتلك يا رب بقى الإندكس بتاعكود لأن الدومين انت كل اللي هتقوله R طب بصيلي على الجاية Y equal one over cubic root X minus 4 هتقولي مستر ثانية أنا عايز أجاوب الدومين R هقولك هو أنت يعني عندك حاجة لو صلحتها تبقى خلصت الحوار تقولي صلحت إيه ما انت لسه قايل يا مستر لو الإندكس بتاع الroot قد الدومين R يعني وعلى رأسي مش هغير كلامي بس أنا واخد بالي إن الroot ده موجود فوق ولا تحت ده موجود تحت وأي rational function هتقابلها أنت لازم تقول except zero يعني لازم تاخد الكلام ده اللي هو X minus 4 زي الشاطر تسويه ب zero وتقولي الإكس طلعت four يبقى هقول الدومين R except four يبقى وانا بكلمك عن القود إندكس أنا بكلمك إن أنا عايز الدومين يبقى R بس لو صدفة القود روت ده كان موجود تحت في الدينامونيتور قول R except zero زي الدينامونيتور أكد نعمة سألة ratio عادية خالص rational function اللي احنا إسا شايفناها في البورد اللي فاتت طب لو الإندكس إيفن هعمل إيه لو الإندكس إيفن هجول لك والله إيه Y equal root X minus 2 مثلا أخليه لك force root يا عم لو square root يعني مش مكتوب أي حاجة أو لو force root أو لو أي إيفن إندكس أنا هعمل إيه هاخد اللي تحت الroot X minus 2 greater than أو equal zero شفت التعامل اللي هتعملته مع المسائل المختلف إزاي في البولونوميا لو أنا بجيب الدومين قلت R في الراشنة لو أنا بجيب الدومين قلت R معد أصفار اللي تحت zero زي الدينامونيتور في القود إندكس قلت R في الإيفن إندكس أخدت اللي تحت الroot أكبر من أو equal zero أو أدي بقته ناحية التانية يبقى الـ X greater than or equal to أكبر من أو بيساوي اتنين X أكبر من اتنين اللي احنا بنكتبها إزاي بنكتبها بنقول يبقى الدومين من tool infinity من closed tool infinity لأنا بقولك الـ X أكبر من الاتنين طب إيه بقى الحوار اللي بعد كده ماذا لو جيت قلت لك نفس المسألة تاني Y equal one over root X minus two مش تفرق بقى square root أو force root هو أهم حاجة الـ index even وأنا فعلا الـ index معايا في المسألة دي even index لأن الـ index لو مش مكتوب احنا عارفين هو بيبقى كام بيبقى two المسألة دي بقى هتعامل معها إزاي إحنا هنقول X minus two greater than zero greater than بس يعني لو سوري لو even root بتاعي موجود في الـ denominator الفرق بينه بين المسألة الأساسية ما اللي اتنين root واللي اتنين ليهم even index واللي اتنين اتعملت معهم بعلامة greater than بس خلي بالك لو كان في الـ denominator أنا هقول greater than بس إنما لو مش في الـ denominator لو هو مسألة عادية ما فيهاش ratio هقول greater than or equal طب إلا هيفرق معايا ما أنا كده كده هواديها الناحية الثانية يبقى X أكبر من two هيفرق معايا فقط وأنا بكتب الدومين إن هقول من tool infinity بس المرة دي بتتوها تكون open عشان ما فيش علامة or equal آدي ملخص سريع للتعامل مع root function وقبلها كان فيه التعامل مع الـ polynomial والتعامل مع مين مع الـ rational تيجي تقول لي طب واللي بعده إيه اللي ممكن يطلب مني دومين رابع نوع ممكن يقابلني هو الـ piecewise function الـ piecewise function الراجل اللي روح جاية مديني مسألة كده يكتب هنا اللي يكتبه ماليش فيه اللي نفسه يكتبه ويكتبه ويكتب تحت أي حاجة أنا برا عني كل الكلام ده الراجل عايز الدومين ومدام الراجل عايز الدومين أنا هتعامل إزاي هغش الدومين لإنه هو هيبقى كدبه هنا عارفوا هيبقى كدبه إزاي ييجي مسلا 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 في اللي فوق ده تيقول لك والله دي الـ x بتاعتي من negative 2 closed لحد 5 والمسألة اللي تحت دي من 5 لحد 10 مثلا مثلا ويجي يقول لي قتل دومين المسألة دي أنا مش هقرأ المسألة أنا ماليش دعو ماليش دعو بالفونكشن نفسها أنا هروح أجيبي الدومين من هنا الراجل بيقول لي الدومين من كام لكام من negative 2 5 أعمل لك number line يا عم أوضح لك عليه الحوار قادي من negative 2 إلى 5 الحتة دي وبعدين من 5 لتن من 5 لحد 10 أنا هجيب الكلام ده من عندي لا ده من مسألة بس أخبالي أن التن open لأن التن ما عندهش أوري إيكوال هتيجي تقول لي طب ما الفايف دي كمان ما عندهش أوري إيكوال هقول لك لا يا صحة الفايف اللي فوق closed فخلاص already 5 دي closed لأنها closed في المسألة الأولانية فهتبقى closed في التن أكتب الدومين إزاي إقرالي اللي أنت لوينته أنت لوينت من كام لكام من negative 2 لحد 10 أروح إيه لي بقى الدومين من open negative 2 إلى closed 10 قادي الدومين بتاعي يبقى أنا كده هتعامل مع دومين الراشون العادي ودومين البولونومية العادي وعرف هتعامل مع even index root والgood index root واخبالي هو الرود ده فوق ولا الرود ده تحت البي سويس بتبقى أسهل واحدة فيهم بيبقى already المسألة شبه موجودة شبه محلولة إيه النوتس اللي هنكمل كلام عنها عايزين نكمل نوتس عن الدومين والرينج الدومين والرينج graphic الدومين في الجراف بجيبه من على x axis والرينج في الجراف كمان بجيبه من على y axis خلي بالك إن الحاجة الوحيدة اللي بجيبها من على y axis في الجراف هو الرينج لو عايز دومين من على x axis ولو عايز range من على y axis طب لو عايز حاجة اسمها monotony اللي هي بتاعت increase والdecrease والconstate increase أو decrease أو constate دول هاتطر أشوفهم معاك على رسمة أشرح حملك كمان شوية بس اللي يهمني إن المونوتني بجيبها منين من على x axis بو عتقول لجيب منوتني من على y axis خليك فاكرها عشان إيه ممكن تطلغبط فيها الحاجة الوحيدة اللي من على y axis كانت مين كانت الرينج ده يا معلم بما أن أنت المفترض أنك كتبت ورايا ده الملخص السعيد لأول درس تعال نحل نبدأ نحل على بسم الله الرحمن الرحيم فتحة الألجبرا unit one lesson one be the function أبدأ حل أول حاجة احنا هيبدأ نهزر الراجل بيقول لك زي opposite graph represent function ولا not function ومدي graph فأنت هتقول لي ده vertical line test أنا لو عملت vertical line في أي مكان في المسألة دي أي مكان ييجي في بالي عمري ما هقطع الفانكشن إلا في نقطة واحدة يعني بص قطعت في نقطة طب لو عملت vertical line هنا برضو هقطع في نقطة واحدة اختار أي مكان وتحط vertical line عمرك ما هتقطع الرسمة في نقطتين هقطعها مرة واحدة إذن هي function طب التانية إصحالي بقى هنا أنا هرسم vertical line في مكان محدد هيبقى واصلي بمسألة تماما شايف vertical line ده قطع المسألة كم مرة يا نهار بيد ده قطع المسألة infinite مرات أمسح لك وريك الجزء ده أصلا جزء من المسألة جزء من الجراف فيوم معمل علي vertical line أنا مش هقطع الرسمة مرة ده أنا هقطع الرسمة infinity مرات في حين أننا لو كنت عملتها هنا كنت قطعت مرة هنا مرة هنا مرة بس اخبوا بالي من الحتة دي لأن الحتة دات مستخبية هتقطع فيها infinite مرات وهي وانست قطعت حتى لو line واحد من lineاتك line واحد اللي هو أنا عملته فين اللي عملته هنا لو قطع الرسمة أكتر من مرة هي not function يبقى القولة كانت function التانية not function تعال نشوف إيه اللي جايل اللي جايلنا برضو ستيل الراجل بيتكلم عن function or not واضح قوي أن القولة function عشان vertical line تستهيطحها مرة واحدة التانية not function هتقول لي ليه not function تعال فرجك على vertical line اللي هنرسمه ادي vertical line قطع المسألة كم مرة مرتين قطع المسألة مرتين بقى التانية not function نخش نشوف الكلام بقى على إيه الكلام على domain أنهي نوع اللي قدامي اللي قدامي دي هي النوع بتاع الراشنال وأنا قلت أول لما قابلني rational function هبص فوق ولا بص تحت أبص تحت أخذ اللي تحت أسويه بزيرو x part 2 minus 3 x plus 2 equal 0 وأعمل factorize بالكالكليتور عادي mode equation 3 ولما عمل factorize بالكالكليتور mode equation 3 هيطلع لي x i هيطلع لي x1 equal وx2 انا هعملها دلوقتي هيطلع x1 1 وx2 كام 2 طلع لي رقمين طب انا بكتب الدومين ازاي r accept 0 z denominator هم دول بقى اللي اسمهم 0 z denominator لان هم جوم ازاي انك انت سويت دينمون بزيرو يبقى r accept كم و كم 1 و 2 يبقى اختار a r معدق 1 و 2 دايما ال rational function تلاقينا بنكتب منها كده r accept اللي موجود تحت اللي هو 0s قديني مونترو السؤال اللي بعد ده root وصحالي بقى ال root ده خاص وهتكتبه ورايا ليه لان البديه ان انا قلتلك ده square root او even index root فانت هتروح اقيل خلصانة يبقى x bar 2 minus 60 greater than or equal 0 وتيجي تقول لي هعملها ازاي دي بقى بص ال inequality اللي انا حللتها دلوقتي مختلفة عن inequality اللي حلناها من شوية انا فكر ال root اللي دهولكم من شوية ال root كان كده root x minus 2 فاحنا كل اللي عملناها قلنا x minus 2 greater than or equal 0 عدينا التون ناحية التانية فكر وكتبت من تون infinity انسان لدي بقى لان المسألة دي quadratic المسألة دي عليها power cam power 2 احلها ازاي امسك العقل انا روح جاي اعمل number line اعمل factorize لدي يعني اقول x square minus 60 equal 0 اود 60 بعكس الاشارة تطلع x square equal 60 اعمل root هيطلع للx ب2 مرة والx بnegative 2 مرة اذا الx بتاعتي طلعت مرة negative 2 ومرة 2 كنا في قولة سنوية عندنا نوت بتقول ان احنا لما بنيجي نشوف sign function اشارة بنعمل حاجة اسمها same opposite same يعني ايه same opposite same اللي انا عملها same لاشارة x square دي اشارة x square في المسألة post يعني ان الاخر هتبقى post اشان ما دوشكش negative post ادي الحوار بتاع quadratic function بعمل ايه تاني اقولك بعمل ايه تاني المسألة لو كانت x power 1 تحت الروط امرها سهلة حلناها في التمهيد لو المسألة فيها x power 2 انا لازم الاول اعمل factorize عملت factorize بيه دي انا دلوقتي 2 و negative 2 حطتهم على number line بكتب 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 المسألة ازاي positive negative positive انا عايز اني حتة تحت الروط هو الـ square root ينفع تحت الحتة الـ negative هتقول لي ايه لا بس انت قلتلي لا ماينفعش negative تحت الـ square root فاحنا عايزين الاجزاء الـ positive اوضح ده عشان مش واضحة حاضر positive negative positive حضرتك حاليا محتاج الاجزاء الـ positive يعني انت محتاج الـ number line كله R كله معادة حتة واحدة الحتة اللي فيها negative اللي هي من كام لكام من negative 2 الى 2 فقلت R من negative 2 الى 2 مركز اه R دي معناها كل الـ number line والإشارة دي معناها معادة اني حتة معادة لحتة الـ negative اللي هي من negative 2 لحد 2 قدامي عن number line هعمل بتاعتي open يبقى R accept open 2 هيا دي كانت 4 sorry دي اربعة دي يا مستر ماشي يا عامل ما تزقش روت الـ مكانتش 4 اوكي يبقى من الى 4 ركز دي بقى انا عملت ايه انا عملها open ممكن يجي حد يعترض عليها يقول لي مستر انت عملتها open ليه هو مش في علامة اه وانا شايف علامة دي ولكن كلمة R بقول لك في الشرح غير كلامي يعني ايه غير كلامي كلامي اللي انا دايما بقوله لك ان وجود علامة يبقى طول عمري بقول لك كده فيه يعني بس قلت لك حاجة كمان لو الحل بتاعك كلمة معدة غير الكلام بتاعي يعني ايه غير الكلام بتاعي يعني انت شايف انه وعارف انه بس عملها open لان بتخلي ده ده لما يحب يهزر معاك روح هتطلق واحدة بارتو تحت الروت يشوف انت اخرك ايه هب تعال دي انهي واحدة هتقول لي ده روت والروت ده كمان له even index ده square root فانا هقول اكس ماينس ري بص الفرق بقى بين دي واللي قبلها اكس ماينس ري اكبر من zero greater than zero انا ليه ما قلتش greater than or equal لان الروت ده انا جايبه من تحت انا في قول الحصة خالص اقول لك ايه لو الروت ده ما كانوا في الروت ما تقولش greater than or equal قول greater than بس ودي التلاتة الناحية التانية يبقى الاكس اكبر من تلاتة اكس اكبر من التلاتة ده بقى بكتبها ازاي من three لينفينيتي اللي هي الاجابة دي ولا بقول بقى ولا الكلام اللي احنا كان واجعين ده بغنا به لان دي كانت ادفانست شوية كان حطت بارتو تحت الروت هنا كان الرجل محترم وحطت اكس بس ما حطش اكس بارتو ماشي وقف كده اجرب تحل وقف يمكن نبلك صاحب وتحل المسائل دي لو ما بلكش تعالي ليه اقولك انا انا مبدئيا السؤال الاول هو سؤال راشونال وانا تعودت ان انا في الراشونال دايما نبص تحت اقول اكس سكوير ماينوس ناين اساويه بزيرو عشان اجيب زيرو زد ديني مونيتور هيبقى اكس سكوير اكوال ناين هعمل روت هتطلع الاكس ببوزوتف ار نيجاتيب سري اكس اكوال بوزوتف ار نيجاتيب سري قولي عن اختار بي يخرب بيتك ار اكسيبت دايما الراشونال بنحلها ار اكسيبت الرقمين اللي طلعوا لي اللي هم بوزوتف ار نيجاتيب سري تعال او اتفرج على دي تعال اتفرج على جمال دي دي مسألة روت له ايفن اندكس يبقى هنقول فور ماينس اكس سكوير جريتر زان ار ايكوال زيرو لما عمل فاكتورايز للمسألة دي هتطلع للاكس بكام بوزوتف ار نيجاتيب تو لان انا كل اللي هعمله هعمل ايه هوادي دي الناحية التانية واخد روت روت الفور بوزوتف ار نيجاتيب تو واروح هعمل نومبر لاين واكتب هنا هو ادي نيجاتيب تو ودي بوزوتف تو هل المرة دي هعمل بوزوتف نيجاتيب بوزوتف زي المسألة اللي فاتت لا لان انا ما جيت قلتها كنت قايلي سيم اوبيزيت سيم سيم لمين واوبيزيت لمين الاكس سكوير اشارتها ايه في المسألة نيجاتيب هبدأ زيها بالزبط سيم زيها يعني نيجاتيب في النص اوبيزيت يعني بلس اوبيزيت يعني عكس المسألة الاخيرة سيم زي المسألة يعني نيجاتيب زيها وتسأل نفسك سؤاله انتقعت في الانتحان ومراضي ضميرك هو انا عايز تحت الروت ده بوزوتف ولا نيجاتف هتلاقي نفسك وتماتي بتقول ايه لها بل ده طبعا عايز بوزوتف بوزوتف هل هقول بقى لا لان البوزوتف موجود في حتة واحدة البوزوتف ملموم قدامي بدايته نيجاتف اتنين ونهايته اتنين فهقول من نيجاتف تو الى تو طبعا ليه اخترتهم كلوزد عشان فيه هتقول لي مش انت لسه ايه الغير كلامي هقولك لا ركز تعالوا نأكد على الفكرة تاني زى domain of the function 9 minus x square هتروح اقايل 9 minus x square greater than zero ليه قلت greater than بس عشان الروت ده نجيبه من الديمونيتور الروت ده ما كانه تحت هنعمل فاكتورايز اود الـ x بورتو الناحية التانية واخد روت x بورتو equal 9 وتعمل روت يبقى negative 3 وبوزوتف 3 وتبدأ تفكر معايا الميستر كان بيقول same opposite same الحتة الوحيدة اللي مختلفة الحتة اللي في النص الـ x square اشاريتها ايه قدامي negative حاضر negative يبقى انا هبدأ negative same وبعدين opposite يعني positive وبعدين negative same opposite same طب انا عايز بقى انا حتة عايز الحتة الـ positive من negative 3 ل3 بس المرة دي من negative 3 open open عشان ايه عشان ما فيش قرق اقوال كلام لطيف هش عالكلام اللي باعته الراجل جاي بيقول لي the domain of the function if of x equal انا قلتلك حاجة حلوة مالكش رعوة اللي مكتوب هنا تعالوا نبص على الرأي ادي بيقول لي انت معاك حتتين الاولى ادي الـ number line اللي هنظم عليه حليه عشان ما توش الـ x اصغر من او equal اتنين x less than 2 less than 2 يعني من negative infinity لحد مين لحد 2 الجزء الاصغر من او بيساوي اتنين كلام حلو كلام حلو اكمل الجزء اللي تحت بيقول لي ايه بيقول لي الـ x بين 2 و الفور من طول حاد فور بس احذر الفور اوبن عشان ما عندهاش او equal هتروح اقلي طب ما تو ما عندهاش او equal هروح اقليك نفس اللي قلتلك في اول الفيديو بس فوق معاها equal فهتبقى closed automatic واحدة closed واحدة اوبن هي خلاص closed فين بقى الجزء اللي انا لو انتو ده من negative infinity من negative infinity لحد فور مش موجودة في الاختراط مش موجودة في الاختراط يبقى دي كانت غلطة هي من negative infinity الى four اه زودوها في الاختراط ازاي بقى من negative infinity كده لحد four open كده negative infinity الى four اه دي كانت اول القصيدة قفر ممكن الشباب هما بيكتبوا المسألة ديت كانوا مبدلين الارقام ولا حاجة اهي اه هما مبدلين فعلا خلاص كده دي كانت ايجابة السؤال اللي فوق هما مبدلين ده مع ده مش عارف ليه متسأليش ليه الشباب ما كانوش مركزين هنا مليش دعب ده كله انا الكلام فين الكلام هناك وما نعمل الكلام هناك فانت بتكلمني الاول بتقول لي الـ x من اربعة الستة ادي الفور ادي الـ six اللي اتنين closed امان اللي اتنين closed ادي اول حتة في الرسل تاني واحدة بيقول لي من كام لكام من طول four ادي الطو اهي ادي الفور اهي بس اخبالي بقى من حاجة الطو مالها الطو open من open two الى four خش على بعده الاخيرة بيقول لي الـ x من four لـ six برضو ازاي يعني ازاي اكيد فيه لغبطة في السؤال لاني على حسب السؤال ده الاجابة من two الى six لو السؤال جاي لكده فهي من two الى six في حاجة غلط طبعا في السؤالين دول هو الورد تقريبا ضرب منهم بس المهم الفكرة استو رياسة طور ما يكونوش غلطانين هنا كمان اه ده نفس السؤال اللي احنا كنا حلينه بس اجاباته ظهرت اهيه كان نفس السؤال اللي هو احنا قلنا من نيجاتي في انفينيتي الفور والتنين قبل الايديا الرابعة هنجي في الايديا الرابعة احنا بنتكلم عن ايه ده الكلام هنا واضح انه هو على رسمة واضح ان الكلام على جراف الراجل بيقول لي من زيرو الايه وكونستانت من بي الانفينيتي زين ايه ماينوس بيب كام انا والرجال رايحين على الجراف نطلع زيادة والنقص ها انا دايما انا انا بشوف الفونكشن بتانكريزو او بتدكريز ببق من ناحية الشمال من ايدي الشمال كده من بداية الرسمة من تحت خلص اجا بصة لان المسألة اللي بيحصل فيها عملة تزيد 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 لحد هنا يعني ايه بتزيد يعني تلاقي صبعك طالع مع الرسمة انت ماشي مع الرسمة صبعك بيطلع مش بينزل فهنا انتهت الزيادة وبدأت المرحلة دي الحتة دي كلها ديكريز ليه ديكريز انا كنت فوق وإن اللي بيحصل بانزل الجزء ده ده جزء ديكريزنج الونه لك ادي الجزء بتاع الدكريزنج لونتوا النفسي في الامتحان ومروق على حالي الجزء ده كله ديكريزنج طب الجزء الاخير في المسألة في حتة هنا انكريز سيبك منها في حتة في الاخر اسمها ايه كونستانت يعني دي الكونستانت وده الجزء بتاع الدكريز وتفتكر ان انا قلتلك الانكريز والدكريز من على اكس اكسز يعني يوم ما اقولك الدكريزنج من كام لكام ما تبصش على الواي اكسز عينك على اكس اكسز دكريز في الحتة البنك دي اللي هي من زيرو لحد كام تو دكريز من زيرو لتو وبالمناسبة كل الانتريبلز بتاعة الانكريز والدكريز والكونستانت كلها اوبن انتريبل فانا عرفت انها ديكريز من زيرو لتو طب قولي هي كونستانت من كام لكام كده كونستانت الجزء اللي هو الخط اللي بالعرض اللي هي ولا بتزيد ولا بتقل يعني انا هنا كنت انكريز ثم ديكريز ثم انكريز واخيرا كونستانت الحتة الكونيستنت بقى يمعلم بقى من كام لكام خلي براكم على الـ x-axis برضو مش ده كانت الحتة الكونيستنت من 3 لإنفينيتي فهي الكونيستنت من 3 لإنفينيتي كده أنا عرفت الإيه والبي إزاي أصلا بص قال لي دي كريز من 0 لإيه وأنا مطلحة دي كريز من 0 لتو يبقى أكيد الإيه بكام بتو هو عايز إيه مينس بي يعني تو مينس تعالنا نعرف البي حالا قدي الإنفينيتي بتاعت الكونيستنت أنا بدايتي 3 هو بدايته بي يبقى البي أكيد ب3 يبقى الإيه ب2 والبي ب3 تو مينس دي بنيجاتيب 1 يبقى المعلومة الأهم إن الإنكريز والديكريز من على الـ x-axis تعالنا نشوف الكلام إيه تعالنا نشوفهم عشان نطلع على الـ statement الخطير أول واحدة بيقول لي من نيجاتيب 2 تعالنا نشوفها كونستنت فقنا هي حتة كونستنت في الجزء ده من كام لكام من نيجاتيب 2 لحد 1 أول معلومة أمان صح تعالنا نشوف تاني اختيار من 1 لفور هي فين الحتة هل دي؟ لا يا مستر انت بتزيد أهو ودي قادي الحتة بتاعت الجزء المسلس ده اللي هو من 1 لفور أمان صح بعد كده المعلومة التالتة بيقول لي انكريزنج من نيجاتيب 3 نيجاتيب 2 تعالنا نتأكد انكريزنج اللي هي أول حتة من هنا لحد هنا الجزء ده كل ده كان جزء ن زيادة من نيجاتيب 3 لنيجاتيب 2 أمان برضو يبقى أكيد الرابعة هي الغلط بيقول لي طبعا دي هي الغلط لأن الكنستانت كان من كام لكام كانت الحتة دي بس اللي هي من نيجاتيب 2 لون زي ما شفناها في أول اختيار يبقى أنا أختار دي هي الإجابة الستيتمينت الوحيدة الخطئة هخش على اللي بعده عايز دومين عايز رينج عايز مونوتوني اللي هي تعالنا ما بدايا نفتكر الكلام اللي احنا كنا بنقوله إن الدومين من على فيوم ما أقول لك المسألة دي أصلا بكملة لغاية فين دي لغاية الانفينيتي إن شاء الله ونزلة لغاية فين هنا رايح النيجاتيب انفينيتي برضو إن شاء الله كنت بعمل ليه كنت تلاقيني دايما كده باجي من أول الفونكشن أنزل أسهم لحد الانفينيتي فونكشن دا تكملها للانفينيتي أفضل نزل أسهم للإكس أكسز إش معنى الإكس أكسز لإني بحث بدومين أهو أهو من الفونكشن للإكس أكسز وأسأل نفسي سؤال الجزء اللي دخل عليه أسهم في الإكس أكسز هتتبسط تقول لي يا مستار ده الإكس أكسز كله يتغذب أسهم لإن أنت أنا بصيت على الإكس أكسز هتلاقي فوقي في فونكشن عمالة تنزل عليه أسهم ومن تحت في فونكشن بس أنا عايزك تركزلي في حاجة زوم إيه هنا زوم إيه على الحتة الأوبن ليه بقى حتة الأوبن دي فيها مشكلة الحتة الأوبن دي ما فيهاش فونكشن أوبن سيركل يعني فالأوريجن بوينت مش هيجيله سهم من فوق ولا هيجيله سهم من تحت يعني يوم ما جاكتب الدومين هقول أر إكسيبت زيرو إش معنى قلت إكسيبت زيرو المرة دي لإن أنا زي ما أنت ما شايف أنا الإكس أكسز كله 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 جايله أسهم وخلي بالك دي مكملة لتحت فالإكس أكسز كله هيتلوه ما تقلقش من أوله لآخره حتة واحدة بس نقطة واحدة بس اللي هي النقطة بتاعة الأوريجن ما فيهاش فوقيها فونكشن تجيب لها سهم يعني ولا فيه تحتها فونكشن تجيب لها سهم تقولي مستر طب ما الفونكشن هي أقولك لأ مش فونكشن فعشان كده قلنا الدومين أر إكسيبت زيرو طب تعالي نجيب رينج رينج الرينجي بقى منين من على Y أكسز هعمل نفس اللي عملته أنزل أسهم على Y أكسز من الرسمة لحد الY أكسز من الرسمة لحد الY أكسز واجه أقول لك يللا يا معلم هو الرينج اللي هو المنطقة اللي تم منزول أسهم عليها على Y أكسز هتقولي يا ده الY أكسز كله بصة بستر قصدين كملة للإنفينيتي خلى ملك دي مش وقفة فهديها تكمل مع الY أكسز لفوق ودي راحة للنجاتب انفينيتي فانا لو انت الواي اكسس كله معدل حتة اللي مرا خليهاش اسهم دي بص اكتبها ازاي الواي اكسس كله يعني ار اكسبت اشارة من كام لكم من نيجاتب تو الى تو تفتكر عملها لو انت قاد مركز معايا قوي هتقول لي كلوزد ليه مستر كلوزد ما هي وانت معرفنا ان الابن سيركل بتبقى اوبن بينا من اسمها اصلا اوبن سيركل اوبن اه بس انت ناس حاجة معينة ناس حاجة مهمة قوي ان انا برضو قلت في حالة ار اكسبت غير كلامي غير كلامي يعني ايه يعني الابن سيركل ده اقلبه خليه كلوزد الابن بيبقى كلوزد في حالة الار اكسبت طب عايزين نجيب مناطني هتقول لي المسألة دي الموناطني بتاعتها كلها ازاي انا ببدأ المسألة من الشمال ازاي والجزء اللي فوق برضو فهي في الحالتين عايزين بقى نكتب الحالتين دول انا عارف ان الزيادة الموناطني عمتها منين من ال فانا فين بدايتي من هنا من لحات اوعى تقول قلتوا قل لي زيرو من نيجاتب انفينيتي الى زيرو ليه من نيجاتب انفينيتي لزيرو لان انا قلت لك انا بجيب الموناطني من على ال اكس اكسس كل ده زيادة انت انتفق معايا اوريك يا عم كل الجزء ده جزء لحد النقطة دي اللي الاكس بتاعها بزيرو لان انا بجيب الموناطني من على ال اكس اكسس طب حلو يونيون يونيون يعني ايه يعني استانى بس اما اقولك في حتة كمان انكريز انكريز من كام لكام من هنا لحد الانفينيتي هنا ده اللي هو كام زيرو من زيرو لحد الانفينيتي لان انا لازم اجيب الرقم من على ال اكس اكسس مش من على ال واي اكسس تعال نجمع أكتر في الثانية أخش على الثانية أجيب domain أجيب range أدسكاس المونوكس وأنا بتكلم على domain فانعيني على الـ x-axis الـ domain هبدأ أنزل أسهم من المسألة لحد الـ x-axis آهو 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 كله 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 دي سيرك المصلحة فيوم ما أقولك الـ domain هتقولي من 0 لـ infinity الجزء اللي تم تلوينه على الـ x-axis طب يوم ما أقولك الـ range هتقولي لا الـ range لابقى كان بيجا باشا من على الـ y-axis فاحنا نمسح اللي احنا كنا عاملينه عشان خاطر الـ domain ونبدأ شغلنا عشان خاطر الـ range عشان خاطر الـ range من المسألة لغاية الـ y-axis حاجة الوحيدة اللي هعتمد فيها الـ y-axis مش هعتمد على الغير في مرحلة واحدة مرحلة وأنا بحسب الـ range فينك جزء اللي تم تلوينه في الـ y-axis من الزيرو لحد الفور يبقى الـ range من زيرو إلى فور closed closed وما فيش open circle طب هي increase وبعدين بقت constant increase لأنها ببدأ بمسألة من بدايتها محيط الشمال هنا اللي بيحصل عملها تزيد 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 increasing من كام من زيرو لتو increasing من زيرو لتو قلنا l-increase والdecrease والconistant كلها open the interval طب الconistant function بدأت إمتى بدأت من هنا لحد الآخر تبقى constant من هنا اللي هو كام من تو إلى infinity فهي constant من اتنين إلى ما لا نهاية طب والله كلام جميل خش على بعد ونحسب domain range قدينا عملين نأكد على المعلومة ونتعلمها أكتر وأكتر domain equal range equal monotony equal اللي بدأ بالdomain بس روّق لي بس على الكلام هي المسألة دي نكملها لغاية فين كملها أنت بقيدك لـ infinity وكملها أنت عارف أنها نزل لغاية الـ infinity أصلاح كيرفات الكيرف لو عايز أعرفك أنه هو هيقف هحط لك في آخره نقطة كده أنا محطتش النقطة ليت يبقى قصدي أنه رايح لفين رايح إلى المالة نهاية فأنا الجزء الشمال ده كله أمان function عن مالة تنزل 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 لغاية هنا stop أنت أخذ لبلك من حاجة أن الـ open circle دي مش هتدخل لي سهم تحت هتقول لي بس فيه closed circle أصلا مش هنسألك لو واحدة open واحدة closed closed دي بتكسب هي closed دي كثبت يعني النقطة دي تتبقى closed هل عشان جالها سهم من فوق؟ لا عشان جالها سهم من عندها من تحت إذن أنا قعدت تنزل فأسهم من function للـ x axis وقولك مين الجزء اللي على الـ x axis اللي تم تلوينه لو أخذ بالك الـ x axis بنقوله الأخره x axis بنقوله الأخره معناه R اللي هي سعب تكتبوها من negative infinity إلى infinity والله نفس المعنى طب تعالي نشوف حوارات الرنج حوارات الرنج يبقى إحنا دلوقتي داخلين على الـ y axis مكملة؟ مكملة إن شاء الله يعني جاية لي من negative infinity الحاد ومن قصة بـ infinity فوق ونزلة نزلة نزلة الحد مين؟ الـ 2 مين الجزء اللي تم تلوينه في الـ y axis؟ الجزء ده صح؟ اللي هو بالبلدي الـ y axis كله يعني R except حتة صغيرة قوي اللي هي بين كم وكم بقى بين الـ 1 والـ 2 ركز عشان دي هتفهمك قوي قصة R except غير كلامي يعني إيه؟ هو أنتو نفسكوا التوتو بقى إيه؟ open صح؟ أنا عارف وعايزيني الـ 1 تو بقى إيه؟ closed صح؟ عين دي قبل دي هعمل الـ 1 open والـ 2 هي اللي closed إيه ده مستر؟ ياط مش أنا قلتلك R except غير كلامي فأنت حرفيا غيرت كلامي الـ open 2 انت عملتها closed والclosed 1 عملتها open ماشي؟ لتشوف تعال نشوف مفيش في المسألة دي المسألة دي جاية عملت لأنه ببق من ناحية الشمال لحد هنا فيوم ما أقول لك من فين؟ انت جاي منين؟ انت جاي من آخر الدنيا الشمال لحد البوينت دي اللي هي كام؟ 0 صح يا مستر 0 لأن أنا ببص على المنطني من في حتة لو أنت واخد بالك حتة دي بس هي في المسألة من كام لكام؟ من 0 إلى 1 من 0 إلى 1 احنا المسألة بتاعتنا في حالة آخر جزء الجزء ده اللي بيحصل آه ده من كام لكم بقى؟ من 1 لإنفينيتي أحطها مع الدكريز دي لأن خليب لك أنا كان معي حتة في أول المسألة معي حتة في آخر المسألة أحط بينهم يونيون لأنهم اللي اثنين دكريزنج سوا من 1 إلى إنفينيتي تعال نخش على البوب عايزين نجيب دومين عايزين نجيب رينج عايزين نجيب مونطني هتقول لي ثانية واحدة الدومين من على الـ واضح إن دي مكملة للإنفينيتي مكملة للنجاتف إنفينيتي مستر أنا عرفت أنت هتعمل إيه أنت هتوقع تنزل أسهم 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 مين أوطى واي في المسألة آه هي كده كده ناس دي لغاية تحت فأنت هتجي تقول لي دي مكملة لغاية تحت فإحنا بدقين الموضوع من تحت أو كل ده كل ده أنا بتكلم لسه عن الرينج لغاية كم بقى؟ لغاية فور فأنت بتقول لي أنا جاي من النجيب إنفينيتي لحات الفور الفور أوبن ولا كلوز كلوز ده مستر عشان ما فيش أوبن سيركل طب المونطني تعالوا نقولها كده سوا تعالوا نقولها اللي عايز تكتبها وراية اكتبها increase من نجيب إنفينيتي لحد نجيب تو decrease من نجيب تو لحد زيرو increase تالي من زيرو لحد التو والدكريز الأخيرة من التو إلى إنفينيتي قادي ملخص المونطني والإنكريز والدكريز والدومين والرينج أحباقي في الله بدون إيه؟ بدون روت ده كان يا معلم ملخص سريع للدرس الأول وحلول للمسائل المتوقعة كلها أنك أنت تقابلها فأنت لو استوعبت الكلام ده عرق قوي والله عرق قوي بعد استعابك يلا نخش على الدرس الثاني نفتكر listen to كان الكلام على إيه؟ listen to كان الكلام على operations on function operations operations on function إيه بقى أحوار الـ operations اللي على الـ function دي؟ الـ operation الماثيماتيكة اللي بتاعتي العادية اللي هي functions plus بعض أو functions minus بعض أو multiply أو divided في حالة أن أنا بتكلم عن F of X plus GX أو F of X minus GX أو F of X multiply G of X أو F of X divided G of X في معايا الزئب دلوقتي قالك أو غير الألم يبقى دي فيها حوار اهدى على حالك هم دائم من الجي وف اكس دي الجي وف اكس دات هي عبارة عن function تانية عادي يعني هي من الـ F of X يعني أنت ليه يمسكتلي في الجي؟ ليه الجي دايقتك قوي؟ زيها زي الـ F of X function يعني ماشي لو أنا دلوقتي معايا ثلاثة function أو اتنين function عملت عليهم ثلاثة operations مختلفين وجيت طلبت الدومين بتاعهم خلي بالك أنا مش عايز دومين الـ F X الوحدها ولا دومين الـ G X الوحدها أنا عايز الـ intersecting domain دومين التقاطع D1 intersection D2 اكتبعه وهنفهمه واحنا بنحل مسائل هجيب الجزء المشترك بين الـ 2 دومين هتقول لي تابه الأخيرة داية يعني ملاش نفسي يا عم والله ليه نفس الدومين بتاعه والله ما هزع عليك هقولك إنه هو D1 intersection D2 تقول ليه ده؟ أمه ليه ما كتبتاش مع أخواتها اللي فوق لأن أنا هقولك except zeros of denominator ما تنساش إن دي فيها fraction وأنا أي fraction بشوفه ببص دحت واسوي اللي دحت بـ 0 وطلعه بره الدومين اللي أنا بقول عليه zeros of denominator كلام لطيف حلو تعالي نعرف comp z function إيه بقى حور الكومب z function دا؟ لو أنا معايي تو function f of X و g of X وجيت قلت لك أنا عايز حاجة اسمها اللي انتو بتقولوها فوج واللي هي ما اسمهاش فوج اسمها f comp z g يعني إيه f o g اللي بتكتب دي؟ f o g دي ليها معنى واحد بس f of g x أدي معناها معلم بالنسبالي f جواها g عوضنا مكان الإكسات اللي في الفونكشن بفونكشن تاني خالص اسمها g طب لو جي الراجل يا مستر شغل بماغه علي وقال لي g o f أو g comp z f أو gof كل اللي هعمله هكتب g بس جوا الجي هحط مين؟ f of x هكتب القوالين دي دلوقتي بس مبدئين لنفسي وأنا بحلها هكتشف إن الكلام ده health ده الدرس التاني ده الدرس التاني على بركة الله يلا نبدأ يلا نبدأ نحل اسئلة الدرس التاني ونبدأ من أول آه يا لهوة عشاء اللي أنا شفته إيه اللي أنا شفته ده؟ الراجل طلب f plus g و f minus g f multiply g f over g g over f تعالى كده على الله يا عم على الله عمه 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 وقال لي حاجة مهمة لازم أكتبها قال لي انت لو معاك f function such that f of x أهي قدامك جميل؟ كلام جميل and it's domain من نجة بربعة لتمانية سواني بقى كده؟ سواني آدي الدومين بتاعي من نجة بربعة لتمانية ده الدومين واللي اتنين كلوز ده مش هعمل أي open circle ده دومين مين؟ ده دومين الـ f and g is another function خليوا لك احنا خلينا على function تانية خالص اسمها g gx بتساوي x-4 and it's domain من نجة بسبن لحد أربعة من نجة بسبن لحد فور آدي امعلم من نجة بسبن هنا مثلا لحد فور هنا مثلا وأجه اسألك سؤال بكل اللي احترام اللي في الدنيا فين المنطقة الانترسيكتنج من الـ 2 دومينز؟ قلق فش الانترسيكتنج دومين اللي هكنت لسه بشرحه حالا الانترسيكتنج دومين اللي هو دومين التقاطع اللي هو الجزء اللي تلون باللونين الأحمر واللازرق اللي هو من كام لكام من نجة بفور لحد فور ده الانترسيكتنج دومين طب ده بقى يبقى دومين الـ f يا مستر ولا دومين الـ g ولا دومين اسود على دماغك يا عمي دومين الـ f الواحده أهو ودومين الـ g الواحده أهو اللي انا جبته ده الانترسيكتنج دومين دومين الـ f بلاس g ودومين الف مينوس جي ودومين الف ملتبلاي جي وحتة من دومين الدفايدد وباقيته هنجيبه واحدة من حل بس خلي بالك ان من نيجة الفور الى فور ده يعتبر حاليا بالنسبة لي اهم حاجة اللي هو الحتة المشتركة ما بين المشتركة ما بين التو دومينز يلا ايبا حل اول مسألة الراجل بيقول لي هاتف بلاس جي ف بلاس جي اكس فين الاف اهي اكس باور تو مينوس اكس مينوس طول بلاس جي ادي بلاس فين الجي اكس مينوس فور نسيبها له كده يعني يقول عليها يعني وحش يقول عليها وحك اخها امشي النجاتف فور مع البوست فور اصبحت اكس باور تو ودي مينوس طولف مينوس فور يعني مينوس سيكستين انا خلصتها انا كده اجبت له الاف بلاس جي الراجل قال لي عايز كل واحدة وديترمين الدومين بتاعها باش انا الدومين جايب وهو خلاص من نجاتف فور لفور انا مش قلقا من الدومين ده الدومين الله ده بخش على التانية تعال انا خش على التانية تاني حاجة عايزها ف مينوس جي اكس فين الاف اكس باور تو مينوس اكس مينوس طولف ادي الاف مينوس مين يا معلم مينوس الجي هي مين الجي اكس مينوس فور ادب واخلاق كده في الامتحان بعد النجاتف نفتح براكت ادب واخلاق من اجلي عشان خاطري بعد النجاتف نفتح براكت ليه يا ريس نفتح براكت بعد النجاتف هقولك حال انت مسهلت اجاو قصد دي اكس باور تو مينوس اكس و مينوس طولف لو انا سبتوكو هتقولوا مينوس اكس و مينوس فور غلط لان النجاتف هيخش على الاثنين فيخليها مينوس اكس بلاس فور يعني دي اهي اكس باور تو مينوس اكس و مينوس طولف سوح النجاتف جوه نجاتف اكس بلاس فور لانه مينوس مينوس تقلب بوستف كده بقت قدل X سكوير بتاعتي ماشي مينوس X و مينوس X قدل مينوس 2X ماشي نيجاتف 12 بلاس 4 دي على الكالكليتور تطلع نيجاتف 8 مين اللي أنا جدته ده أنا كده جدت ال F مينوس G هتقول لي باب باش هنجيب الدومين بتاعها قدل الدومين بتاعها من نيجاتف 4 إلى 4 لأن الدومين البلاس ودومين المينوس هو الانترساكتينج دومين قدل جبنا ال F بلاس G وجبنا ال F مينوس G مطلوب مني إيه دلوقتي أجيب ال F ملتبلاي G F ملتبلاي G آه هشقه بقى أنا دلوقتي هشقه حاليا ندخل على يام الشقة F of X ملتبلاي G of X اللي F of X اللي هي X part 2 مينوس X مينوس 12 ملتبلاي الجي اللي هي X مينوس 4 هتقول لي بلا إيش يا مستر أنا خلي عندك طولة بال إيه يعني لما تضرب أول فأول وتاني يلا نبدأ X part 2 ملتبلاي X أدي X part 3 X part 2 ملتبلاي negative 4 أدي negative 4 X part 2 الأول خش على التاني negative X هضربه في الاتنين negative X ملتبلاي X أدي negative X square negative X ملتبلاي negative 4 أدي positive 4 X ماشي negative 12 ملتبلاي X أدي negative 12 X negative 12 ملتبلاي negative 4 أدي positive 36 ملاحظت اختلاف الألوان الله يا بيستر ألوان 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 إيه يا متخلف أنا بس بوضح لك أني طبع ثلاث حاجات لأننا هضرب كل ترم في الاتنين تاني ترم في الاتنين تالي ترم في الاتنين يلا أدي X فارس 3 minus 4 X square minus X square أدي minus 5 X square طب positive 4 X minus 12 X أدي negative 8 X والأخير plus 36 مين ده اللي أنا جبته ده F of X ملتبلاي GX يا باب مش هنجبده من أهو الانترسيكتنج دومين اللي كنت جايبه في أول المسألة ماشي كنت هدوس دلوقتي كنت أعد الانترسيكتنج دومين كنت هدائي ترسيكتنج دومين ده من نيجة تاب 4 على 4 مش هل لو نسيت حد شهر حيفكرني الرابعة عم عايز F over G X يا عم سهلة كل هنعمله هنقسم F على G F اللي هي X square minus X minus 12 والG اللي هي X minus 4 باشا تعال كده نعمل factorize فوق يمكن ربنا يكرمنا وبركت يطير مع براكت أدي X و X أنتو هتعملوا factorize بالكالكوليدور صح أنا عارف يعني كله هلجأ إلى mood equations 3 شمعنا أنا كمان ما ألجأ أنا كمان أنا لسه هسأل نفسي كم في كم في 12 طلعني على الألة أربعة ونجت في 3 أربعة ونجت في 3 مستر انت غلطان انت غيرت الإشارات يا أدمن لازم أغير الإشارات إشارات الألة بغيرها ودي X-4 طاروا مع بعض مين اللي تبقى X plus 3 هتقول له الله ده الدفايد اتطلع أسهل من multiply و plus و minus بس في حاجة مين الدومين يا بوب هتقول لي ما إحنا جايبينه هقولك لا إزبر إحنا جايبينه من نجت بفور لفور على العيني وعلى رأسي ده الانترسيكتنج دومين except zero زيدي المونيتور أي حاجة في الدنيا فيها fraction سوي اللي تحت بزيرو بقولك إيه أنا لما سويها بزير X-4 دي يبقى تطلع الX بكام بفور يبقى احنا عايزين نشيل مين من الدومين فور ده منظر يرضي ربنا أكيد لا يعني فيها حاجة أكيد في الماس أشياء من نجت فور إلى فور مع ده فور مشيك صح مش انت عايز تخرج الفور من الدومين مش انت مش قابلها يا عم سهلا سهلا من غير معامل كل الحوارات دي سهلا خرجت لك بره يسلم باقي كده عملناها اوبن فور لأن ما ينفعش اللي تحت يبقى بزيرو عشان كده في حالة بلاس اعتمدت على الانترسيكتنج دومين وفي حالة الماينوس نفس الكلام وفي حالة الملتبلاي كمان الانترسيكتنج دومين أكلني عيش إنما في حالة لازم أطلع من لازم أطلع لازم أطلع من الانترسيكتنج دومين زيروز الدينامونيتر الدينامونيتر اللي هو مين الجي طلعنا الزيروز بتاعته ماشي اللي بعده اللي بعده تعال الأخيرة عم مؤلم عايز بقى جي أوفر إفو في إكس جي أوفر إف يا عم سهلة يا عم خلص بقيت بالنسبة لي دعبة محروقة أصل الجي أكتبها بقى مرة دي فوق إكس مينوس فور ولا ماشي إكس بور تو مينوس إكس مينوس تويلف تيجي نكتب الدومين بالمرة اللي هو كان من نيجا تفور إلا فور إكسيبت زيروز الدينينامونيتر المرة دي بقى مين زيروز الدينينامونيتر لسه عامل الله فاكتورايز من شوية وكان طلع لنا الرقمين آآ مش فاكر نيجا تفور و سري بقى نيجا تفور و سري هتقول لي دي دي الشيكة أقول لك يا مشيكة في حركة أشيك بكتير إيه أشيك النيجا تفور لو عايزين نتلعها وما نتردهاش كده نتردها بالشياكة يعني نعمل البراكت بتاعها أبا طب السري ما يعني فعله السري دي إنكولودت في النص ما بينهم فأنا مجبل عملها بالمنظر اللي مشيك ده هتقول لي طب و كده بعد كده هنعمل ايه هي كانت فور قلو نيجا تفور صدق بالله أنا ناسي أنا ناسي دي الآن لسه قدامي كانت فور و نيجا تف سري آسف آسف فور و نيجا تف سري إحنا أسفل لك يا نيجا تف أربعة أنت مش تطلع بر الدمين لا يطلع هو الأربعة لأن الأنا لما عملت فاكتورايز قدت لي فور و نيجا تف سري الأربعة مجع بيدة أو مش عايزة تطلع ماسكة في الحياة بإيديها وسنانها مستر هنعمل إيه بقى هنا يا عمي نفس اللي عملنا بقى ما توجعش دماغي قدي إكس ماينص فور وتحت كان فيه أم اتنين براكت إكس ماينص فور و إكس بلاس سري هيطيره مع بعض هيتبقى أول على إكس بلاس سري يبقى إيه اللي اختلاف الوحيد في إيجادة دومينز دومين الدفايد هو الوحيد اللي أنا بقول إكسيبت زيروز قديني مونيتر ماشي ماشي تعالوا بقى تشوف الحوار ده الراجل بيقول لي إيه ده أو جي تاني لعلى الحريفة بتوقف وبتحلي دلوقتي إنتك شخص حريف هتقول لي مستور لحقني أنا عندي مصيبة تقول لك إيه المصيبة هتقول لي عمو عمو ما تدنيش الدومين ما انت طرفش تجيب الدومين واللي و أنا بقى لي ساعة ونص باتكلم في إيه بقى بقى لي سنة في إيه في إيجاد الدومين أنا إزاي هجيب الدومين أجيب الدومين يا معلم بتاع الإف دي بولونوميال يبقى دومينها آر يبقى اللي هيتلون النمبر لاين كله أدي دومينها الدومين بتاع الفانشن إفوف إكس ليه؟ لأنها بولونوميال والبولينوميال دومينو آر طب الجي هنجيب دومينها إزاي؟ معنا معها كذا حوار مبدئيا إحنا هنقول إكس مينس ون جريتر زان أور إيكوال زيرو أو أديها النحية الثانية يبقى الإكس جريتر زان أور إيكوال ون يعني من ون لإنفينيتي من أول الوان هنا لحد الإنفينيتي يلا يا برينس كده أنا عايز منك بعض الحاجات مين الانترسيكتنج دومين؟ لأن الانترسيكتنج دومين ده نكمل معنا الفيديو كله الفيديو إيه؟ المسألة كلها هتقولي الانترسيكتنج دومين اللي هو دومين البلس والمينس والملتبلاي هو من ون لإنفينيتي الجزء اللي تلون باللونين الأحمر والأسود تعالوا بنشوف هو عايز إيه؟ أول حاجة قالك أنا عايز البلس بتاعه F بلس جي أخرك أخرك تعمل له كده X بور 2-4 بلس root X-1 شكراً خلصت ما فيهاش سيمبل استفورما عن كده أصلاً الله كده خلصت؟ أه طب مين الدومين بتاع F بلس جي؟ أهو تعالوا نشوف التانية F ملتبلاي جي F ملتبلاي جي أوف X أدي الـ F X سكوير ماينس فور أدي ملتبلاي الجي اللي هي root X-1 أخرو بس ده تمامه معايا أسيبها له كده طب الدومين بتاعها كام؟ أهو منوال لإنفينيتي يا بوب طب F over G F over G على فكرة F over G أسيبها له برضو عادية X سكوير ماينس فور over G اللي هي root X-1 إصحالي بقى هنا إصحالي هل الـ intersection domain هيكفينا اللي هو من 1 لإنفينيتي ولا والله يا باشا ما يكفيش لأن احنا لازل نعمل accept zero زي الـ denominator يعني إيه accept zero زي الـ denominator ناخد الـ denominator نسويه بـ zero يبقى مين اللي عايزين نطلعه ندله رجل برى الدومين الـ one ده اسمه zero زي الـ denominator تلعين ده ما عمل لك accept يعني طلعه برى الدومين إزاي يطلع الـ one برى الدومين بشياكة قادي يعمل و الله يرحمه بقى برى الدومين الرابع الرابع هو عايز مين G على F G على F يعني المرة دي بس هكتب الجيفو والـ F اللي هي X square ما ينصفور تحت طيب هل الدومين هيبقى من 1 لإنفينيتي والله لا هي 1 لإنفينيتي ده الـ intersecting domain العادي اللي هم طلعه لسه هقول accept zero زي الـ denominator هجيبها إزاي زي الـ denominator أسوي اللي تحت بزيرو X square minus four equal zero تطلع الـ X positive or negative two فأنا هقول accept مين accept two حتى أقول لها مستر ساني يا مستر هو أنت ليه مقلتش accept negative two كمان لأن أصلا الـ negative two مش معايا أنا معايا من 1 لإنفينيتي هقابل التوف طريقي فعملها exclusion إنما الـ negative two already مش موجودة في دومين المسألة مش موجودة في الـ intersecting domain فمش أقول accept حاجة مش موجودة مش مش عقل الله يمع عقل آه اتكسرت ماشي زا دومين والله بقى الأسئلة بقى اللي بتأكل عيش بقى بقى اللي بقى عن الـ and واجهة الدماغ احنا دلوقتي عايزين نجيب دومين لمسألة زي دي هتقول لي خلصانا أنا عرفت اللي فيها أنا هسوي اللي تحت بزيرو جاد عيوة تعال نسوي اللي تحت بزيرو اكس بورتو ما ينسوان ايكوال زيرو الواحد يبقى الاكس بورتو ايكوال وان خضروت يبقى الاكس بكام positive or negative one طب والفراكشن التاني سوي برضو بزيرو اكس بلاس وان ايكوال زيرو ودي الناحية التانية اكس ايكوال نيكاتف وان دول المطاريد مطاريد الدومين لأن انت دايما بتقول في حالة الفراكشن ار كلها تنفع معايا accept معادة أنا بقى مش راكب المسألة والثلاثة دول معايا هما التنين يا مستر ما تنفعلش هما بس negative one وبوستف وان whatever are accept negative one وبوستف وان رقمين فقط هما اللي احنا رفضناهم اللي هما زيرو زيد دلمنيتور البوستف وان والنغاتف وان واو واو let's answer this اه بيشتغلوني تاني بيشتغلوني تاني لأن الدومين اصول 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 are accept are accept zero و two مش موجودة برضو الحل بتاعك وان احنا قفشناها are accept zero عشان zero زيد دلمنيتور معاناها ايه هساوي اللي تحت ب zero لما لما ساوي اللي تحت ب zero ده اوتوماتيك هتطلع على اكس بصفر طب لما ساوي ده كمان ب zero اكس بلاس تويك وال zero وديها الناحية التانية يبقى الاكس بنيجاتف تو يبقى دول المطريد الزيرو والنيجاتف تو اروح كاتب الدومين ازاي are accept zero نيجاتف تو بسيطة يا ماشي هنتكلم بعد كده عن ايه دومين الريل فانكشن اللي قدامي والمسألة دي خطر المسألة دي بص 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 انا عايزك تركز اقو في المسألة دي في فرق ما بين المسألة اللي قدامي اللي هي روت اكس باينس ثلاثة على اكس باينس خمسة ومسألة تانية روت اكس باينس ثلاثة على روت اكس باينس خمسة الحالة دي روت على روت مسألة منفصلين اجيب دومين الاولى ودومين التانية وطلع الانترسيكتنج دومين وابقى اعمل accept zero زي الديوميناتر انما المنظر ده منظر ليه تعمل خاص هتعمل ازاي استب رقم واحد بكزلي في مسألة دي والله مهمة انا هقول اكس ماينس ري equal zero يبقى الاكس بكام بس ري وارح شريدلك نمبر لاي نفراجك على حاجة ادي الاكس بس ري اسألك سؤال هو شمال السري بوزطف ولا نيجاتيف يعني ايه شمال السري بوزطف ولا نيجاتيف انا دلوقتي معايا الفونكشن اسمها اكس ماينس ثلاثة ماشي نقق اي رقم يخطر في خيالك اصغر من الثلاثة اي رقم انا هنقق زيرو اي رقم اصغر من الثلاثة يعني في الجزء الشمال وليكن زيرو هعوض بمكان الاكس زيرو ماينس سري بكام بنيجاتيف سري استفدي ان الحتة دي كلها نيجاتا طب تعال اعدها لك تاني نقق اي رقم يخطر في بالك بس المرة دي اكبر من ثلاثة انت قلت سبعة صح ماشي سبعة عواب بيها سبعة ماينس ثلاثة باربعة بوزط باربعة يعني ادي بوزط جميل جميل انا كده اتعملت مع المسألة اللي فوق اللي هي الاكس ماينس دي ده انا بعمله امتى الشغل ده لو معايا روت وتحت الروت ده فراكشن بصيلي على الاكس ماينس فايف اول استيبه هتعملها هتسويها بزيرو هيطلع لك الاكس بكام بفايف حطه على نمبر لاين بعد التلاتة نمبر لاين منفصل رقم اصغر من الخوف ييجي في بالك زيرو مثلا مثلا زيرو ماينس فايف ادي نيجاتف بس ما تكملش انا عايز منك الاشارة بس نيجاتف لو عوضت بالمناسبة برقم اكبر من فايف هيطلع بصيلي بقى اللي انا عمله دلوقتي انا هقسم المسألة تقسمتين هتجي تقول لي مستر اولا انت بتعمل الشغل ده كله ليه مش انت كده كده عايز اللي تحت الروت يبقى بصيلي هقولك انا بعمل كل الشغل ده عشان انا عايز اللي تحت الروت يبقى بصيلي هو علشان اللي تحت الروت يبقى بصيلي هل شرط ان الفاليو دي تبقى بوزتف تقول لي طبعا يا مستر اقولك لا ده انت مغفل انا معي احتمالين احتمالين يطلعوا لي للروت كل بوزتف ركزلي فيهم لو اللي فوق positive واللي تحت positive positive over positive يطلع positive value طب ايه رأيك في اللي انا هقوله دلوقتي لو اللي فوق negative ما تعترضش عليها دلوقتي استنه واللي تحت كمان negative negative over negative هيطلع ايه ده هيطلع positive اه صح لو اللي تلين negative شغال ده مش هيقزي الroot الroot يهمه انه total اللي تحته ما يبقاش negative فلو اللي تلين دول negative values ايش طه وشغال ولو اللي positive value هو شغال تعال ببص على number line وجمال ال number line الحتة دي الزون رقم واحد اقبلها ولا رفضها تقول لي ترفض يا مستر ده فوق negative وتحت negative اقبل يا باشا يبقى الزون رقم واحد معايا في الحال بصيلي على الزون رقم اتنين زي القرف زون اتنين زي القرف ليه عشان positive و negative ما ينفعش اقبلها انا عايز اللي اتنين بنفس الاشارة عشان total value تطلع positive طب بصيلي على الزون الثالثة زون تلاتة اللي هي من اول خمسة لحد ما لا نهاية positive و positive accepted ده انت حاليا بتقول لي انت هتقبل number line كله R كله except zoon اتنين زون اتنين اللي هي من كام لكم من ثلاثة لخمسة R except من ثلاثة لخمسة اتقل تفتكي راسيبك مسألة دي بنت جنية مسألة ثعبانية مستر براكت سبقة closed ولا open في الحالة دي اتا اقول لك حاجة هو انت ينفع ينفع الاكس بتاعتك تبقى بتلاتة هتقول لي اه مفيش اي مشكلة يا مستر لان انا لو حطيت الاكس بتلاتة الاكس بتلاتة اللي تحت ما يبقى الصفر عارف انا ازمتي في مين ازمتي في الفايف ما ينفعش الاكس تبقى فايف ليه لانها zero's denominator ده انا لو حطيت الاكس بخمسة هيبقى اللي تحت zero وانا ما ينفعش اقبل اقسم على الزيرو فاتقول لي خلصانا يعني الثلاثة معايا والخمسة مش معايا بص الصجلات اللي حصل دلوقتي الخمسة مالها مش معايا هروح عاملها closed الثلاثة مالها معايا هعملها open ليه عشان R except بتغير كلامي يبقى R except open three closed five اصعب سؤال في الدومين هو السؤال ده لو ما فهمتوش رجع الفيديو ثلاث دقائق لها السؤال الثاني بص سبحان الله اللي انا كنت بكلمك فيه هل يا باشا بقى الاول زي التاني لا هنا بقى حاليا مختلفين حاليا احنا معنا مسألة فانا هجيب عادي المسألة الاولى هجيب دومين المسألة الاولى دومين المسألة اللي فوق هجيب ازاي الدومين ده هقول X minus 3 greater than or equal zero وديه ناحية التانية يبقى X greater than or equal 3 يعني من 3 الى مالة نهاية من سري الانفينيتي والسري مالها closed تعالى نجيب دومين المسألة اللي تحت دومين المسألة اللي تحت هنقول 5 minus X greater than zero ليه قلت greater than بس لان جاي بالروت من تحت هوادي الـ X بعكس الاشارة يبقى الـ X اصغر من خمسة اصغر من خمسة يعني واحنا راجعين كده فين الانترسيكتنج دومين ده من سري لحد من سري لحد بس خلي بالك فانت هتقول لي من سري لحد اللي هي اختيار شفت مسألتين يبدو شبه بعض تماما بس الاختلاف كان فيه الاختلاف ان مرة كانوا اللي اتنين تحت الروت ومرة روت على اللي فوق وروت على اللي تحت ماشي اتمنى الناس تكون حلته يا عم حلولك انا هتجي تقول لي انا معايا حوارات كتيرة مستر والعظم ومصدع ايه الحوارات ده انا معايا راشونال وفي نفس الوقت روت اعمل ايه انا اول حاجة هتعمل معروط لوحده اكس ماينس تو هقولي انه هو جريتر زان ار ايكوال زيرو اعملت معروط لوحده هتقول لي ليه حطيت ار ايكوال وانت جايبه من الدينوميناتر اصلي خلي بالك ده مش الدينوميناتر كله ده جزء من الدينوميناتر فعادي جدا ان دي تبقى نيجاتف معندش مشكلة اه سوري تبقى زيرو ليه تبقى زيرو عشان لو ده زيرو وده نيجاتف وان مش هيبقى معايا زيرو في الدينوميناتر مش خايف فاشتا احنا قلنا اكس ماينس تو جريتر زان ار ايكوال زيرو وده لناحية التانية يبقى الاكس جريتر زان ار ايكوال تو الاكس اكبر من او تساوي اتنين حلو حلو خلاص اي مستر بقى خورها من اتنين لانفينيتي اقولك لا اتقل لان انا معايا حوار تاني ايه الحوار التاني الحوار التاني ان الدينوميناتر كله ماينفعش يساوي صفر فاكر لما كنا بنقول اكس سكوير ماينس وان بنبص تحت ونساوي بصفر هودل وان الناحية التانية يبقى روت اكس ماينس اتنين ايكوال وان هعمل سكوير في البوست سايدز يبقى اكس ماينس تو اودتو عكس الاشارة يبقى ده مطاريد الدومين مطاريد يعني ايه يعني مش دخلوا معي في الدومين ما يكلش معانا ده ماينفعش من صاحبنا احنا عايزين من اتنين لانفينيتي يبقى الدومين من كلوزد تو الى انفينيتي معا ده مين طبعا احنا متعودين على اللقطات ان احنا ملاقاش في الاختيرات يبقى من تو الى انفينيتي الرقم الوحيد اللي ماينفعش معاك هيكون هو التلاتة هتقول لي شغل ماشي عندك ايه مشكلة تانية انا عن نفسها عندش مشكلة الكلام بقى على الفج والجف والكخ والكلام اللي انتو بتحبوه ده تعالى نشوف اول مسألة يلا برينس اول مسألة بيقول لي انا عايز فج اتنين فج اتنين ف او جي مين اللي اتكتب الاول الاف ولا الجي الاف بصبح اللي هزاي بكتب الاف لانها اللي اتكتبت الاول اروح ايله كده خلي بالك فج اكس الاول وبعدين نبقى نعود بالاثنين ما تزوجناش بالاثنين ده دلوقتي هكتب الاف اللي هي سري اكس بلس ون ما كان الاكس انا حطت ايه براكت جوه البركت ده انا هحط مين هحط الجي اكس هحط الجي كاملة اللي هي اكس سكوير ماينس 5 يبقى انا بعمل ايه اللي كتب الاول قبل الدايرة انا بكتبه بس ما بكتبش الاكس بتاعته يعني انت لو ااخد بالك هي اللي كتب الاول كان مين كان الاف هل انا كتبت سري اكس بلس ون ابدا كتبت سري براكت بلس ون جوه البركت حطيت مين حطيت الجي اللي بعد الدايرة عمو بيقولك بعد ما تخلص الحماتة بعوض عن الاكس باتنين حاضر سهلة دي لما عوض لك عن الاكس باتنين تو باور تو فور فور ماينوس فايف نيجاتيب ون نيجاتيب ون في سري نيجاتيب سري تطلع نيجاتيب تو طبعا انت تعاوض بالكالكليتور حد الشي يعمل زي ما ما بعمل في الامتحان بدماغه تاني واحد قالك عايز جوف اكس نبقى انا عاوض بعدين مش دي المشكلة من اللي تقال قبل الاو الجي اللي هي اكس سكوير ماينوس فايف انا عملت براكت سكوير ماينوس فايف اصلا حطي مين يا معلمت البراكت الاف الاف اللي هي سري اكس بلاس وان عمو بيقولي بقى اعوض عن الاكس بنيجاتيب ثلاثة ثلاثة في نيجاتيب ثلاثة ادي نيجاتيب سبعة وعشرين يا لهوي ده حوار ده ده يطلع عرقم كبير اوي ثلاثة في نيجاتيب ثلاثة بلاس واحد والسكوير ماينوس فايف بتقولها تسعة وخمسين. تسعة وخمسين. ماشي. هتجد تقول لي تبا باشا كان فيكي هنا هو ما ما عملناش بها اي حاجة. يا عامة تعالى. اطلب لك انا مطلب كمان. انا عايز كوك. لأ كوك يعني كي او كي او كي عالمي محترم. اكسترا كويستش انا عايز اقوله لك. مين اللي كتب قبل الاو كي? الكل هي براكت باور سري. مين يتحط جوا البركت الكي كمان. اللي هي اكس بار سري. الله. ده انا هضرب دول في بعض حالة يا مستر. طبق اكس بار ست. اه. يعني لو الراجل طبق منك فوف. فوف يا عام. هنكتب مين الاف اللي هي سري اكس بلاس وان. بس انا ما بكتبش الاكس اكس. وما بكتبها ايه? براكت. هحط مين بقى جوا البركت ده? الاف برضو. الاف برضو اللي هي كان سري اكس بلاس وان. عالرأي. ادي يا معلم اللي حصل في لسون تو عشان لسون سري هنتكلم عن بعض خصائص الفونكشن. تعال نشوف الكلام علي ايه? لسون رقم تلاتة. لسون ثري. برو بيرتز. برو بيرتز. اوف لوج. اه لوج درس في اخر يونت. يا لهوي. لا هي برو بيرتز. اوف فانكشن. سام برو بيرتز. اوف فانكشن. ولما نجي نتكلم عن سام برو بيرتز. احنا اكيد هنتكلم مبدئيا عن الايفن فانكشن والاوت فانكشن. ادي يا برينس الايفن فانكشن. نبدأ نشوف كل المعلومات الممكنة عن الايفن فانكشن. اول حاجة شكلها هعمل ازاي? الايفن فانكشن بتكون سيمتريك اباوت الواي اكسز. يعني ايه سيمتريك اباوت الواي اكسز? يعني لو جيت بسطة على الواي اكسز هلاقي شقيقها مصين قد بعض بالزبط. سيمتريك يعني مينها زي شمالها? فدي اول معلومة عن الايفن فانكشن. مين السيمتري لاين بتاعها? السيمتري لاين هي سيمتريك سيمتريك اباوت. اباوت مين? بال واي اكسز. تاني معلومة عنها اللي ايفن فانكشن لو جيت تشوف افو في اكس هيبقى اكوال افو في نيجاتيف اكس. يعني لو معايا رقم بالبوزوتوف ورقم بالنيجاتيف للإكس. دخال معايا كده. لو هنا مثلا 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 طو وهنا نيجاتيف طو. لو جيت خبطت في الفانكشن هلاقي واي. لو جيت خبطت في الفونكشن هلاقي نفس الواي فعشان كده قلت المعلومة دي F of X هي هي F of negative X خليك انت بس عارفها لأنها مهمة قوي ثالثا لو given point معلومة دي مهمة if given point اسمها A و B A و B والراجل قال لي أن النقطة دي belong للفونكشن وقال لك أن الفونكشن ده تيبين بصه وقال لك ايه ادك نقطة X و Y A و B 3 و 5 2 و نجاتف 7 في نقطة تانية استنتجها بدماغي من النقطة التانية أغير علامة الـ X وسبت علامة الـ Y زي ما هي يعني ايه يعني أنا هشحلك بمثال تخيل الراجل جي قال لك أن احنا معنا even function وفي point اسمها three و five belong للفونكشن three و five عادي يعني مش مشكلة استنتج أنا نقطة تانية تساعدني في الحل هي اسمها negative three و five كده بدل النقطة لقى عندي مقطتين بعرف ازاي ان انا اجيب النقطة التانية انا قلتلك في حالة ازا ما كانت even function اغير اشارة الـ X واسيب الـ Y زي ما هي وصول وصول لسا عملنا المتخلفين اصلا دي كانت الـ negative ودي كانت البوسطف والتنين لهم نفس الـ Y ما غيرناش اشارطة restore خلصة أنا تعال كده نشوف مين اشهر even functions اشهر even functions طبعا هي اي حاجة عليها power even X power two X power three X power five قبل لي دول بقى مهمين قوي الـ cosine X even function الـ cosine والـ reciprocal بتاعها اللي هو السيك اكس فالـ trigonometric function الـ even هم تنمى لهمش ثالث الـ cosine والـ sick اللي اربع البقين هكتبهم في القد كمان شوية انما ك-even function X bar two even X bar four even X bar six even انا قلت two four يلا هناك كتب five ليه X bar six X bar six او الـ cosine او السيك في even function يا رب يا رب يا رب any constant function is even function any constant function is even function بمعنى لو انا جيت قلتلك مثلا 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 كمثال عام على even function قلتلك f of x equal X bar two minus cosine X plus five تعالنا قطعها نقطعها الى ثلاثة functions ونشوف كلهم even ولا لأ لو هم الثلاثة even يبع مسألتي كلها even x square even function عرفت منين عليها power even cosine x even function عرفت منين علشان cosine من 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 التي تقالها هتجي تقول لي بس ده رقم قد هو كرقم قد ما عندش اعتراض بس كفانكشن هو even عشان النوت اللي انا كتبها دي any constant function is even function فأي رقم سواء خمسة سبعة ستة اتنين واحد اربعة الرقم او الرقم قد ما يهمنيش انا يهمني ان هو كفانكشن even function x سكوير كوزين x واي رقم جنبهم دي even function ركز اللي او في even function واكتب وراي كل حاجة لان انا حاليا هخش اتكلم عن تاني حاجة ال اود function قابل بقى الود function معلومة رقم واحد هي الود function symmetric about مين symmetric about origin point يعني ايه symmetric about origin point تعال اوريك ادي origin point رسمة زي الله رسمها ديت من اشهر الود function اللي هي بالمناسبة رسمة الـ x power 3 بحترام هو بأدب ولما جا اقول لك ايه ما يميز الود function هتقول لي مبدئيا symmetric about مين هتقول لي هي symmetric about origin point about zero zero دايما الود function symmetric about origin point ثانيا f of x equal negative f of negative ايه اللي اختلاف بينها وبين even في negative زيادة هنا سالسا لو given point لو given point اسمها ايه وبي وقلتلك ان دي اود function تستنتج نقطة ثانية على طول negative a negative b ايام الـ even function من برد واحدة انا كنت بغير اشارة الـ x وسبت الـ y حاليا انا عملت ايه غيرت الـ 2 رابعا الاشهر في الـ اكيد انت متوقع البداية x power 3 x power 5 x power 7 باقي trigonometric function اللي هما sine x والتان x والكوسيك x والكوتان x كلهم اود function من اللي كان الـ even كان الـ cosine والسك فلما اجدلك مثال على اود function رائقة هجا اقول لك f x equal x وارس 3 مثلا plus sine x بس اشتع شغال شغال ادي مثال للـ ودي معلومات مهمة جدا عن اكمل واقول صغية في الاهمية انا لو معايا functions وعايز اعرف ايه 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 لو الفونكشن الاولى ايه plus او minus الفونكشن التانية ايه يبقى total ايه 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 هتطلع تانية معلومة طب لو واحدة even واحدة اود لا ابدأ باود بلاس اود بس عشان شبه اللي فويها احنا قلنا ايه ايه يطلع ايه اود بلاس او مينوس اود ها اود 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 كل كل الكلام على اود مش ارقام مش محادي يقولي ما اعملت رقمين بلاس بعض وما تلعوش even ولا كلامي على functions المعلومة التالتة لو جيت قلت لك اود function بلاس او مينوس even function الاجابة نينو neither even nor اود امثلة ونوضح من العين دي قبل العين دي لو جيت قلت لك في اول واحدة كمثال f of x equal x square plus cosine x احكم ازاي اود تعال اوريك مبدئيا هي ال x square لوحدها even ولا مش even even عشان عليها power 2 اللي هو even power طب cosine x الواحدها even function فعشان كده قدر اقولي ان اول واحدة طلعت كtotal even function يعني هو لو جاب لي السؤال ده في الامتحان اشوف دي الواحدها ودي الواحدها دي even ودي even يبقى total even تعال نشوف التانية x cube plus tan x الاولى ود والتانية ود ود plus ود تطلع ود تعال نشوف التالت لو جيت قلتلك x plus cosine x هتقول لي لا ثانية واحدة ناخد حزرنا دي لوحدها ود دي لوحدها even ود plus even لو قلت ود even يزعله ولو قلت even الواد يطيمس فلذلك نفض الخناقة بإيه نينو هي ولا هي even ولا هي ود يطلق عليها neither even nor ود ده في حالة طب إيه الحوار اللي بعد كده الحوار اللي بعد كده أكمل بالنوت الرابعة even function multiply or divided even function هتطلع even طب ود multiply or divided ود إصحالي إصحالي هتطلع برضو even الله 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 في حالة الملتبلاي لو even مع even الانصر even طب لو ود مع ود الانصر برضو even معقول او الله او الله العظيم ثلاثة عامل لك ايه طب هتديك مثال دلوقتي تعال هتديك مثال حالا عشان عارف ان ده تتعبلك في دماغك المثال اللي هتدهولك يعم multiply x power five مش اللي اتنين دولة اتقد اثبتلك حالا ان النتج النهائي even عشان في بينهم هو انا مش بحط الملتبلاي بعد الباور تبقى x power eight تلعطي في الاخر even يبقى تشد بلاستر يبقى even multiply even even odd multiply odd برضو even طب الحالة الستة even multiply او divided odd هتطلع odd دي هتطلع odd function جربها بنفس الطريقة اللي احنا عملناها فانا دلوقتي عرفت كل واحدة بيتم التعامل معاها ازاي في حالة في حالة في حالة في حالة في كل الحالات الممكنة دي بس عزيزة بقى واضحة شوية ايه بقى الكلام اللي هيدور تاني في هذا الدرس غير even والود والليزر even نورود هنتكلم عن الone to one function والone to one function ديت اول لما نتكلم عليها الكلام على حاجة اسمها horizontal line test horizontal line test اختبار الخط الافقي ايه بقى horizontal line test هرسم function هي كده كده function لا هرسمها خلاص انت سبقى الحور بتاع function لا لا كده كده دخلنا في functions وكل كلامنا دلوقتي على function وحورها يا function لا كنت بعملو vertical line test دلوقتي الكلام على horizontal line test ادي ادي يا prince function رقم واحد وارسم لك كمان function رقم اثنين مبدئيا بس نعايز اعرف كل نوع واحدة فيهم من حيث ود ولا even اخليك دي سيمتريك حاضر عشان انت تبعزينا سيمتريك بالزبط ماشي دي سيمتريك يا عم اه هي اه كل حاجة في اليمين موجود زيها في الشمال دي even function ده منحس even اوود بس انا حاليا عايز اعرف ايه حور horizontal line test هرسم خط بالعرض اطع function او اطع المسألة في كم نقطة في نقطتين مدام اطعها في نقطتين دي not one to one هي مش واحد الى واحد مستحيل تبقى one to one ليه لان horizontal line test اطعها كم مرة مرتين طب تعاللي على مسألة زي دي لو عملت horizontal line test اطعها كم مرة مبدئيا هنا مرة طب لو عملتها هنا مرتين برضو فاستنى اصبط لك واحدة عشاء السكة مش قادر ارسم واحدة جديدة انا هستكفي ان function تبقى كده add function نعم فلو عملت اطعها مرة واحدة هي one to one يبقى ايه انت بقول عليها one to one لو الخط horizontal اطع الرسمة مرة واحد مرة واحد اقول عليها ايه بقى اقول عليها one to one طب لو اطعها اكتر من مرة هي not one to one يلا بينا نشوف الكلام على ايه في اسئلة الليسن الثالث وانا بتكلم في اسئلة الثالث هبدأ بأيديا رقم واحد الراجل بيقول لي function كذا تعالا بقى نبدأ اللعب اللي احنا لعبناه x bar 4 دي even x bar 2 even constant function even حتى لو الرقم even plus even minus even تطلع even اذا بس كده اعمال انت فاكر ايه التاني function x minus 3 power 2 minus 7 فك البركت قبل ما نتسوح بوك البركت حاضر x power 2 negative 3 power 2 ادي 9 first by second by 2 ادي negative 6 x minus 7 خد بارك بقى من حاجة دي الوحدها even طب ودي الوحدها اود اود لان عليها power 1 even plus اود هتختار نينو الفانكشن neither even nor اود طيب الفانكشن root x square plus 6 is even ولا اود ولا neither even هتقول لي بقولك يا مستر ما هو نفس الحوار ما احنا دلوقتي معنا x power 2 plus 6 هقولك حوار احلى تشتغل به الناس انها بجيش معاك الكلام ده سكة بني وبينكو يعني انت ممكن تختار اي رقم يجي في خيالك اي رقم يخطر في بالك والي يكون التو مثلا حطني الـ x مرة ب2 ومرة بنيجاتف 2 يجي واحد يطلع عليه طباش انا مبحبش التو يا عم حط سري ونيجاتف سري اي رقم يجي في بالك حطه هو والنيجاتف بتاعه مكان الـ x انا هعوض root 2 power 2 plus 6 طلع لي root 10 طب لو حطيت الـ x بنيجاتف 2 ادي root نيجاتف 2 power 2 plus 6 طلع لي root 10 برضو نفس الرقم بالزبط بدون اختلاف اي اشارة نفس الرقم بالزبط من غير اختلاف اي اشارة يبقى الانصر even وده اللي انا كنت مستنيك تقولهولي من الاول لما تقولي الـ power ده even والمسألة دي كون instant تبقى even function فهتقولي طب افلط طلع لي رقمين مختلفين بص طريقة تعاود بالقالة اللي انت بتعرف بها يا even ولا اوض انا بقاود بقى اي رقم يجي في خيالي في function ومرة بالpositive ومرة بالنجاتف واشوف الاجابتين والله لو طلع نفس الانصر بالزبط هي even طب لو طلع نفس الانصر بالزبط باختلاف اشارة يعني واحدة بالpositive واحدة بالنجاتف هي اود طب لو طلع رقمين مختلفين تماما either even or odd فلو انت حبيت تلعب اللعبة دي يا عم تعال نعبها تاني هيجي ببالي رقم واللي يكون خمسة انا حط الاكس مرة بخمسة ومرة بنجاتف خمسة واعوض مكان الاكس في المسألة واشوف الالة هتقول لي ادي كيوب كروت خمسة باور ثري بلاس خمسة تلعلي 5.05 065 اروحات بنفس المنظر في نفس الـ function قبل الخمسة ازود نجاتف بس تلعلي نجاتف خمسة بوينت زيرو ستة خمسة الله ده نفس الرقم بس باختلاف اشارة الفانكشن بتاعتما عليك اود اللي انت كنت مرضو ممكن تعرفها من الباورات كل واحد يحل بالطريقة اللي تريحه طب هنا اصحى لنا الـ x ده اود والكوزين x ده ايفن اقرأ لي كده في اللي انت كاتب ورايا اود ملتبلاي ايفن بيطلع ايه هتلاقيك كاتب انه هو بيطلع اود اود ملتبلاي ايفن اكوال اود فهي اود فانكشن السادسة الفانكشن x كيوب مينس 1 على x بقولك ايه x كيوب دي لوحدها اود طب الـ 1 على x هي كمان اود اود مينس اود تطلع اود حلو الكلام ده مش حلو الكلام ده ايه اللي جاي ايه اللي جاي ايه اللي جاي انا اعرف حالا اه لا مش جامع سك حل ده بهالس ما حبيتوش try to solve بتاع الـ 1 على اود ما حبيتوش انا عايز بقى الكلام الحلو ده الراجل بيقول لي لو الـ f بتاعت سيادتك is اود function if اود فانكشن ثانية يا مستر انت كنت كتبها في حالة الاود فانكشن اللي بيحصل واحدة واحدة كده معي ادي f ازاي ما هي ودي مينس f نيجاتيب اي الاود فانكشن كانت بتسيب نيجاتيب قبلها ولا لأ قول لي او او كانت بتسيب نيجاتيب قبلها الـ even function تبلع النيجاتيب ده خالص تبلعه ولا لكنها شايفاة يعني دي لو كانت even function انا كنت ننزلها كده كنت اخلي function تبلع النيجاتيب لانها even انما انا مسألتي ايه اود 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 ان اود بيعمل ايه في النيجاتيب اللي جواه بيطردوا برا يطردوا برا انا نحول الاشارة الى بسطر بنقل النيجاتيب من جنب الايه احطه جنب الفانكشن ده لو اود طب لو even كنت اعمل ايه كنت ابلع حالها كنت اخلي الفانكشن تاكل النيجاتيب ولا من شاف ولا من دري f of a plus f of a يبقى الاجابة to f of a بناءة على قاعدة الاود فانكشن اهيجات لك تاني اهيجات لك تاني لو ال-f is an even function زين f of a اصحى f of a مالعاش دعها بالسكة ودي مينص هي even ايه اللي هيحصل في النيجاتيب ده هيتبلع هتبقى f of a مينص f of a f of a مينص f of a بكام زيرو لايك كلام جميل the function if is even over the interval a الى b بقولك ايه الفانكشن بيقول لي even في الانتريفل من ايه لحد بي يعني ايه في الانتريفل من ايه لحد بي يعني انا عملت كده من هنا لحد هنا دي بداية الفانكشن ودي نهايتها هو عايزة يدرس الجزء ده مش احنا عارفين انها symmetric يعني ايه symmetric يعني الرقمين دول a و b زي بعض ولا لأ زي بعض باختلاف اشارة فالراجل بيسألني هي ال b بتساوي كام هقول له ال b بتساوي negative a b equal negative a لان انت عارف ان الرقمين زي بعض بالزبط بس باختلاف الاشارة احنا قلنا بنغير اشارة ال x طب لو من a الى b وال a اصغر من الصفر اصحالي بقى اصحالي هي لو هتبقى symmetric برضو بس about the origin فالرقم ده والرقم ده هم هم ولا لأ بإذنك رب هم هم ده مثلا اسمه ايه وده اسمه b عمو بيقولك take care الايه اصغر من الصفر يعني الايه اي رقم negative يبقى ال b هيبقى نفس الرقم بس بعكس الاشارة يعني ال b هيبقى زي الايه بالزبط بس باختلاف الاشارة يعني ال b هيساوي negative a برضو بنغير الاشارة سواء even او q احنا بنغير اشارة ال x ماشي بعد كده بيقول لي f of x قدام عليك بيتو ساوي even function اصحى الكلمة دي مهمة قوي احنا بنتكلم عن even function يلا نبقى f of x انا هنقل السؤال plus انا ماشي واحدة واحدة مع السؤال x bar 2 function even خد بالك even even تطرد النجاتيب قبلها ولا تبلع تبلع يعني النجاتيب ده هيتبلع تماما فوالا اكني شايفه كل ده اقوال كام تلاتة انا ماشي بتعليماتك اعمل حاجة انت قلتلي الاود بيطرد النجاتيب الايفن بيبلع النجاتيب اعمل ايه بنا انا على باقي التعليمات اعوض مكان ال x ب 1 فبقيت f of 1 plus one power tool اللي هو 1 مش هكتبه multiply f of x اللي هو f of 1 كل ده اقوال كام تلاتة f of 1 plus f of 1 اتنين f of 1 اقوال تلاتة هود التوب الدفايدد يطلع f of 1 بيساوي كام three divided two f of 1 بيساوي تلاتة على اتنين اللي هي c ماشي هديت الحمد لله بيقولك f of gr two functions where f of x اقوال x cube وطلب الجف تعال نشوف الجف حور ويه الجف انا هكتب الجي الاول ايه دي الجف اكتب الجي الاول اللي هي x plus 2 بس انا بكتبش ال xx اللي انا بكتبها bracket طب اعوض مكان ال bracket ده بمين باللي بعد النقطة او باللي بعد الدايرة بالf نفسها اللي هي x cube x cube plus 2 تعال نشوفها مبدأين هنستبع الاختيارات هل هي linear لا لان linear معناها x power one وانت قدمك x power cam power three طب اقرأ لي كده x power three دي even ولا odd دي odd function ودي constant even function وود بلس even بيطلع نينو يعني neither even nor odd يعني هي مش even وهي مش odd هي ولا linear ولا even ولا odd بقى هي cam one to one ولو ترسمتها توضح احنا هناخد رسوماتها كمان شوية راجحها هتلاقيها one to one باختبار الخط الوفقي الفنكشن x cube symmetric about مين ولا x cube دي even ولا odd function x cube odd function واني odd function symmetric about the origin point فانا اختار the origin point اي odd function symmetric حوالين انا داخل ادور على function symmetric about the y axis مبدئيا ادي الخط عند the y axis هل دي symmetric لا طبعا شماله غري مينو طب هل دي symmetric about the y axis لا بالمناسبة ممكن اسألك يا symmetric about مين هو مين الخط اللي شقي المسألة نصين قد بعض بالزبط اوضحولك عالرسمة عند the x camp one فهي symmetric about line اسمه x equal one symmetric about the x انا عايزة symmetric about مين ال y axis تكتولي بس خلصانا اختار z يخرب بيتك يخرب بيتك دي قد وفتحة نفسها قد لانها symmetric about the origin جزء في الفرست وجزء في السيرت ما اخترهاش طبعا اختار دي الفنكشن دي even ليه؟ مبدئيا هي constant function وانا قلت اي constant function even ثانيا هي symmetric about the y axis لان لو انت واخد بالك y axis اسمها نصين يمنها وشمالها زي بعض بالزبط التاسعة مبدئيا دي مش function صح؟ انا برجع عليك على الاول لان انا لو عملت vertical line test مش تطلع function بس او بقول لي ايه؟ الكيرب ببص صائع قوي ما قالش الفنكشن لانه عارف انها مش function symmetric about the straight line مين؟ مين؟ symmetry line اللي شقها نصين مش ده الاكس اكسز لو انت جيت تبص على الاكس اكسز شماله زي مين او اللواء فوقه زي تحته يعني يبقى symmetry line بتاعي هو الاكس اكسز معادلته ايه؟ اي حاجة على الاكس اكسز كنا بنقول يبقى ال y equal 0 once الراجل قالك وامين الاكس اكسز معنى y equal 0 ترجمة الاكس اكسز الى ماس y equal 0 مش x equal 0 عارف الاكس اكسز معادلته ايه؟ لو بتفهم اتجاوب x equal 0 طبعا فانا مين symmetry line اللي انا شايفه معنايا؟ مين اللي شق المسألة نصين سيمتريك زي بعض بالزبط؟ الاكس اكسز الاكس اكسز اللي هو معادلته y تساوي 0 ماشي الايديا التالية بيقول لي اعرف لي مين فيهم even او odd او neither even nor odd يعني سهلة مبداينا انه هأمن على شوية حاجات اهمها هي السيمترية السيمترية معناها ان الرسمة مراية حوالين يعني هنا في open circle عند الnegative 2 نفس الopen circle عند دي مراية بالزبط مرسومة في الاول والثالث يبقى دي odd function odd بتبقى دايما symmetric about origin يعني مرسومة في الاول والثالث ممكن يجي واحد متخلف عقلية ان يقول لي دي even اقول له لا دي نينو لان المراية بوزت ايه اللي بوز المراية؟ في open circle هنا مفيش اختها هناك عارف امتى كانت تبقى even لو كانت دي open زي اختها انما دي مش open زي اختها فبقيت نينو اهي سبحانه اللي كنت لسه بتكلم فيها هنا الاثنين وهنا الnegative 2 نقطة مفتوحة مفتوحة even الحمد لله دي even function لانها مراية خشيلي على دي نينو من غير ما فكر نينو دي مش symmetric اصلا لان واحدة closed واحدة open دول مش زي بعض طب هنا اه فكر كده فكر فكر اود فعلا symmetric about the origin كل النقط لها نفس البعد عن الورجن يعني ايه تلاقي الورجن اتقطع على بعض نجاتي في اتنين وعلى بعض اتنين فوقي زي تحتي مرسم من الاخر في الكوادي التاني والراضع يبقى اود طب اللي حلوة الحلوة لو y access هي ايه هنصين قد بعض هتبقى even لو الورجن point هتبقى اود انت واخد بالك من حاجة اه يا باش اواخد بالي ايه بقى هي الحاجة انا واخد بالي ان المسألة الظريفة دي symmetric about the origin بص عاملة مراية حوالين الورجن مرة تطلع فوق يمين الورجن تنزل شمال تيجي تطلع تلاقيها تنزل دي مراية حرفيا مرسومة في الاول والتالي الكواد تبقى ده بعلم كان الدرس التالت وهنا نقدر نقول نص الجبرة الدرس اليونت الاول انتهت وداخلنا على النص التاني ربنا يكرمنا يا رب ونخلص المراجعة دي على خير وما اعش منكم وهنا محطة مهمة او في المنهج graphical representation of basic function فبما ان احنا وصلنا الدرس الرابع فالدرس الرابع lesson four و lesson five كمان بالمناسبة يعني هنبدأ نتكلم عن شوية graphs مهمة جدا فانا ممكن اخلم ده lesson four five الاتنين مع بعض عادي هم اصلا مكملين بعض لان الكلام في lesson four five على basic function ال basic functions اللي انا لازم ابقى عارفها مبدئيا f of x equal x لازم ابقى عارف الفانكشن بتاعت f of x equal x بتترسم الز لو قال لي f of x أو y يعني equal x هي عبارة عن straight line straight line بي pass rule origin point add straight line هو ده اللاين بتاع y equal x الرسمة التانية كبايزيك فانكشن f of x equal x عارفين ان رسمة x عبارة عن حرف u احلى حرف u في الدنيا بيعدي برضو البرتكس بتاعه هو مين الوريجين بويت عشان لما نيجي نتكلم عن الرسمة التالتة اشهر مشاهير الرسومات f of x equal x cube من دي هي هي الرسمة دي الرقاصة يا x cube اهي بتعدي برضو خلال الوريجين بويت اللي هي اوت فانكشن معروفة فانا اوتوماتيك لو قلت لك اي رسمة من الرسمات البيزيك لازم تبعرفها سواء f of x equal x او x square او x cube او الرابعة f of x equal absolute x رسمة الابسليوت كان منظرها بيعمل ازاي نفتكر يا عم سواء مش مشكلة دي كانت السبعة كانت بتبقى عبارة عن رقم سبعة بالعربي كده بيعدي في الوريجين بويت طب والخمسة لو جيت قلت f of x equal one على x واحدة على x كانت رسمة مشهورة جدا برضو عندنا مشاهير الرسومات نجوم الرسومات كانت بتترسم فين بقى في الفرست كوادرانت والثيرد كوادرانت والرسمة الستة والاخيرة اللي هنتكلم عليها أسهل واحدة فيهم الكونيستانت فانكشن سي كونيستانت يعني وجاء اللي f of x equal 3 مثلا او 4 او 5 هروح عند الرقم اللي هو قيله سي مسلا سي مسلا example الراجل بيقول لي ارسم f of x equal 3 اطلع عند الواي بسري وبنعمل ايه ونشد خط الخط ده ماله parallel x axis ايوة مستر بنتلع عند ال x بسري ونشد خط parallel x axis فاي رسمة من دول انت المفروض automatic احنا روح بعيد قوي تقول لي انا عارف الثلاث رسومات دول وعارف الثلاث رسومات دول طب مات يلا نشوف ايه اللي كان بيحصل في الرسومات لازم افتكر حاجة مهمة قوي هتقابلنا على فكرة في الدرس الخامس اللي هي الvertex يلا بينا لان انا عندي بعض اللي ممكن تحصل ممكن يحصل عندي حاجة اسمها horizontal horizontal translation ممكن نعمل نقلة افقية وبنقصين تغير اشارتها هنشرح حالا اغير اشارتها وهي تبع ال x ممكن اعمل حاجة اسمها vertical vertical translation 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 تبع ال y ولا تتغير اشارتها لا تتغير معانا الرسمة او الحاجة التالتة اللي ممكن تحصل اللي هو الميرور او الميراية اللي بتحصل او اللي هي السيمترية around the x axis السيمترية around the x axis دي اللي هي بنقلب الرسومات لو فيه negative قبلها لو فيه negative قبل السؤال شوف حالا بالا فالا كل الكلام دا كلام دا كان بيتلخص في ايه وحش تعال اقول لك لو انا جيت قلتلك y equal y equal x minus 2 power 2 plus 1 يلا نطلع vertex المسألة ايه بقى حوار ايه بقى حوار vertex دا كنا مبدئيا بنيجي نشوف اشارة اللي مع ال x هو x minus 2 اغيره يبقى plus 2 وال y وال y زي ما هو 1 ادي horizontal translation والvertecal translation تاني سيه مثلا الراجل جي قال لي x plus 1 power 2 او power 3 مش فرقة على فكرة plus 2 انا كده كده في المربع دا المربع دا انا بجيب vertex بس مين ال vertex بتاعت السؤال اغير اشارة ال x اخليها negative 1 واسبت اشارة ال y اخليها 2 طب سيه مثلا مستر السؤال جاي لي كده 1 على x minus 1 plus 5 يلا نطلع vertex هتقول لي vertex سهلة برضو ثانية عشان انا منظر ده بيدعي vertex خلي كله سويت معلش تفهيت مين يا بري معلش معلش يعني مين ال vertex هغير اشارة اللي مع ال x negative 1 اخليه كام plus 1 طب وال y تثبت اشارتها وتبقى دي هي vertex بتاعت السؤال فانا لو بعرف اجيب ال vertex بعد اي سؤال انا هعرف اتعامل بال horizontal translation وال vertical translation وال mirror around ال x axis هنشوفها لو فيه سؤال قبلنا قبله negative على بركة الله يلا نبدأ رحلة الدرسين الرابع والخمس lesson 4 some basic function في lesson 4 احنا مش نعمل نقلات كتير احنا نتكلم عن basic function نفسها كلام على ايه تعال اقولك السؤال الاول بيقول لي لو f of x equal 7 then the range of the function انا اي رسمة هتقابلني هرسمها وبعدين هجيب منها الدومين والرنج لو عايز فهو f of x equal 7 بتترسم ازاي دي كونستنت بنطلع عند السيفن ونشد خط ادي الرسمة بتاعت اللي بالاسود الرنج يا برينس بيجي من على ال x axis ولا ال y axis الرنج من على ال y axis طب انا حاليا معايا y واحدة بكام ب7 يبقى الرنج بتاعي سبعة دايما لما يقول لي كونستنت فونشن رنجها هي نفس الحوار طي ارسم برضو عشان بالمرة بقى اتضربتها على الرسم الراجل بيقول لي لو سمحت ركز لي بقى في الرسمة دي بحبها جدا ان هو يجي يقول لك انت معك رسمتين مرة لما ال x اصغر من او بتسوي 0 اللي هو الجزء الشمال هرسم ايه هرسم y equal 0 يعني هجي عندي 0 واشد خط شدنا الخط ربا ناحية الشمال ليه تعال اقول لك شدنا ناحية الشمال ليه لان هو بيقول لي ارسم في الجزء الشمال ارسم في الجزء الاصغر من او equal 0 طب 1 لما ال x اكبر من 0 يعني في الجزء اليمين ده x اكبر من 0 الجزء اليمين الجزء انا هطلع عند ال 1 واعمل ايه واشد خط بس اخب بالي ان ال 1 ده هيبقى ايه open والراجل سألني عن range هقول range هو عبارة عن 0 و 1 0 و 1 اللي هو من الاخر الرقمين اللي قالهم دول كانوا ممكن على فكرة يتجاوبوا من غير رسمة ولا الconistant function range ها هو الرقم يعني ايه range ها هو الرقم يعني لما يقول لي f of x equal 7 يبقى range بكام 7 طب f of x equal 0 1 يبقى range بكام 0 1 ده في التعامل مع الconistant function طب دلوقتي واجيه قال لي عايزين range ال function دي يا عمي يلا الاول نعمل عليها قبل اي حاجة جيب لي يا مستر ده عايز range قبل اي حاجة هاته domain هو domain هايجي ازاي مبدئيا هنبص تحت نسوي اللي تحت بزير يعني x equal positive او negative 1 يبقى domain بتاعي are except المطاريط بتاعي domain المطاريط اللي احنا طردناهم برا domain اللي هما negative 1 والpositive 1 بعدين لابدأ نشوف الكلام علي تعال نشوف الكلام علي الكلام على common factor 3 فوق انا لو اخدتم فوق 3 common factor 3 common factor مين هيتبقى لي x power 2 minus 1 ومين تحت x power 2 minus 1 وهنا تحدث المفاجأة f of x طلعت بتسوي كام 3 دي طلعت constant بعد simplify وانا قلت الكون هو الرقم اللي هيتطلع اللي هو 3 يعني دي كان الرنج بتاعها 7 دي كان الرنج بتاعها 0 1 دي كان الرنج بتاعها 3 لان هتطلعب بعد simple function هتقول لي طب والدومين ده اتش عامل بي حاجة حطه على جنب دلوقتي هتقول لي طب جبنا ليه بقولك ان اي مرسمة هرسمها واجب لها domain واجب لها رنج هتعامل اها الرنج مبدأين الdomain على جنب من r except one وnegative one ده الdomain طب كارين جي بقى اتعامل ازاي common factor الاول ونشوف الكلام علي من ال common factor اللي موجود هنا 2x common factor فانت لو اخدت 2x common factor مين يتبقى لك 2 تاخد ال common x وار 3 اخدنا منها x يعني معنا x square minus 2x اخدناها كلها common factor اتبقى 1 بس ودي x square minus 1 طاروا مع بعض بصة بالرنس ال fx بقى بتسوي كام 2x هتقول لي طب حلو هنقول بقى range 2 لا دي مش constant عشان كده قلتلك لازم بيع معنا الdomain الdomain اللي هو كان ايه r except one و negative one كنا لسه جايبينه في الصفحة اللي فاتت سوينا اللي تحت بزيره ارسمها ازاي رسمة x f of x equal x bar 1 كانت عبارة عن straight line بتعدي بالorigin point هتقول لي مش فرق انها مضروبة في اتنين لا مضروبة مش فرقة لو كان في plus ou minus كان هيفرق معايا انما multiply كده كده هتفضل الرسمة بتعدي في الorigin point خلي بلاك بقى من حاجة والنبي والنبي ان الone والnegative one دول برا الdomain يعني ايه برا الdomain يعني عندهم open circles open circle open circle فوق الone وopen circle تحت الnegative one عشان كده هتميت قوي بالdomain ليه ليه انا عايز اعرف الواي بي كام في الحالتين دول الواي بي كام اجيبها منين ما انا معايا اقفه في اكس اللي هي واي بتساوي two x ادي الفانكشن بتاعتي بعد simple فانا مطلوب مني ايه احط الex بone اشوف الواي بي كام احط الex بone هتلاقي الواي بtwo واحط الex بنجative one اشوف الواي بي كام بنجative two يبقى مين الرقمين اللي تم استبعادهم من على الواي اكسز اللي عندهم open circle التو والنجative two فبيقول لي الرينج هو مين نزل الاسهم الجميلة بتاعتك هتلاقي المسألة كلها عملت جبلها رينج معادة يبقى الرينج ايكوال R معادة رقمين بس من على الواي اكسز عزرا اللي هما نجative two و two R except two نجative two الاجابة P عشان كده قلت لك هنهتم بإيجادة دومين في كل المسأل مسألة تانية بيقول لي الفونكشن اللي قدامك symmetric about any point تعال نرسمها واكد لك بعض المعلومات عندك هو مبدايا عشان نتعود على الرسم ديكون instant function لو كان طالب range كنت قلت two نجative two بس المرة دي انا مش عايز range المرة دي انا بقول لك لما ال x اكبر من الصفر لو الجزء اليمين ده هرسم ايه two يعني هطلع عند two واشد خط مبدأين في open circle هنا و ليه open circle عشان مفيش equal الرسمة التانية بيقول لي لو ال x اصغر من zero الجزء النيجative ده هرسم في الجزء النيجative negative two هاجي عند negative two واشد خط المسألة دي symmetric about مين دي اوت function symmetric about origin point لأنها مرسومة في الاول والتالت يبقى symmetric about origin point اجابتي c التالي the curve of the function تعال كده بقى بعيدا عن الاختيارات احنا هنرسمه الاول x power two انا حافظ basic function صح؟ اه يعني x power two بعرف ارسمها والx كمان بعرف ارسمها تعال معي واحدة واحدة هو بي مبدئين بيقول لي في الجزء بتاع x اصغر من الصفر x less than zero اللي هو الجزء الشمال ارسم رسمة الاكس بارتو اه دي رسمة الاكس بارتو تقول لي ميستر كمل اكمل ليه يا حبيبي اكمل ليه يا قلبي هو الراجل بيقول لك ارسمها في الجزء الشمال هتقول لي بس الاكس سكويرل لها باقية اللي هي دي المنقطة انا عارف بس هو ما قال ليش ارسمه هو قال لي التزم بالمكان التزم ان الاكس اصغر من الصفر طب لو الاكس اه صباح الفل ده بقى انجر ليه؟ لان مفروض واحدة فيهم ليس زان واحدة فيهم جريتر زان انا معرفش غلطة فين انا هتوقع معك طبعا السؤال مكتوب غلط انا هتوقع بقى لو المسألة كده لو الاكس جريتر زان اللي هو الجزء اليمين ارسم رسمة الاكس رسمة الاكس اللي هي المفروض عاملة ازاي؟ مفروض ستريتلاين هتقول لي ليه ما كملتوش تحت وهو ما قال ليش ارسمه فانا عشان كده ما كملتوش هو قال لي ارسم في الجزء اليمين بس هل الرسمة اللي هي موجودة في الاختيارات؟ لا ما شاء الله ما شاء الله تعالوا نتوقع الغلطة وبالمرة يبقى نصيبك المسألة تشرحت مرتين انا متوقع انه ممكن الغلطة تبقى كده ان هو كان قصده اكس اكبر من زيرو في اول حالة تعالوا نشوف لو قصده كده ايه اللي هيحصل كده كده تتاني مرة انا صلحت المسألة وعايز اشتغلها الراجل بيقول لي لما الاكس اكبر من الصفر الجزء اليمين ارسم الاكس بارتو ادي الاكس بارتو وبيقول ليه لما الاكس اصغر من او بتساوي الصفر ليه زان او ايكوال صفر ارسم رسمة اكس رسمة اكس دات اللي هي عبارة عن ستريتلاين انا هرسمه تحت بس هتقول لي ليه ما كملتوش فوق ليه ما كملتوش زي اخو فوق هو اللي هتددلي المكان قال لي لما الاكس اصغر من او ايكوال زيرو هل الرسمة دي موجودة اه موجودة اللي هي رسمة بي يبقى فعلا كانت اديه غلطة ان المفروض اللي فوق دي هنعملها كتير ما تقلوش يعني دلوقتي لما الراجل يجي يقول لي اهو تلاتة يا عم انا عايز بقى اشوف لو معايش اختيارات اعرف ارسمه ولا لا اسد 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 يلا ما تجليش علمك ترسم دلوقتي الكلام على نيجاتف وان لو وان ادي النيجاتف وان اهو وادي الوان اهي ثانية عشان يبدأ انا اقسم زونز يعني ايا اقسم زونز هجيب لك الهايلايتر واقول لك انا هقسم تلاتة زونز تعال اقاركي الكلام ماشي ازاي عشان اكت كلام معا خلصان اول واحدة بيقول لي لما الاكس اصغر من نيجاتف وان اكس اصغر من نيجاتف وان الجنب الشمال خالص بيقول لي ارسم رسمة اكس رسمة اكس بتيجي ازاي انا هرسم رسمة اكس اللي انا احافظها بص انا برسم اهو برسم برسم هعدي على الارجين هكمل رسم هكمل كده تقول لي مستر ما تشتهلناش هو انت رسمت في انهي انت مفروض كنت ترسم لاين يعد بالارجين بوينت يد هو اللي حدد لي والله هو قال لي ارسمها في الزون الاولى دعت الاكس اصغر من نيجاتف وان بص اقول لك تاني اقول لك تاني في التانية في التانية مفروض دي رسمة مين التو يعني هاطلع عند التو واشد خط ادي التو وهشد خط هتقول لي ليه ما كملتش الخط بقى ما انت كنت بتشد خط تفرض خط في المسألة كلها هو حدد لي قال لي الرسمة بتاعت الكونستاند فونكشن ارسمها في الحدود اللي ما بين نيجاتف وان والوان اللي هي في الجزء ده طب الاخيرة لو الاكس اكبر من واحد ارسم رسمة واحد على اكس هي رسمة واحد على اكس المفروض ان انا ارسمها تيجي من جنب الواي اكسس نازلة 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 بعد كده تقوم عاملة كده اده فين باقي الرسمة مش انا المفروض ان انا كنت جاي من فوق كده من الواي اكسس ولسه في واحدة في السرد ده انا ارسمهم وراق ايه بس واحد دد لي قال لي ارسم الجزء بس بتاع اكس اكبر من وان وكمال ما حطليش ايكوال فهروح حاطط هنا open circle وابتده شوف الرسمة اللي رسمتها دي أنهي واحدة فيهم وماشاء الله دي رسمة B فانت بترسم الرسمة اللي انت حافظها بس مش بترسمها في المكان كله انت بترسم في المكان اللي هو محدده بس The curve of the function defined by the rule F of X تعال كده ندردش سويا دردشت معاك هتقولي الآتي ان في رسمة بتاعة الكيرف ده انا عارفه حافظه صام ده X bar 2 اترسمت من كام لكام من نيجاتف 2 لحد 2 وبالمناسبة ما فيش أور إيكوال لأنه هو عامل open circle فانا دلوقتي هدور على الحاجة اللي مكتوب فيها X bar 2 هتقولي يا مستر رانهر أبيض ده مكتوبة في الاربعة استرنا كده يمكن نستبعد اختيار ولا حاجة اول واحد من نيجاتف طول 2 ينفع والتاني من نيجاتف طول 2 ينفع انا عاستبعد اختيار C ليه؟ عشان فيه أور إيكوال وأنا رسمتي ما فيش أور إيكوال دي فيها open circles فدي أول اختيار تم استبعاده تعال كده نحاول ندردش في باقي الرسمة باقي الرسمة متلقح تحته ومجدود خط يبقى ده أكيد عند كام؟ عند النيجاتف 4 فانا رايح هدور عند وي إيكوال نيجاتف 4 امتى في الجزء اليمين ده اللي هو الـ X أكبر من اتنين X أكبر لأنه هو راح نحية اليمين X أكبر من اتنين اللي هي دي صح؟ نيجاتف 4 لما الـ X أكبر من اتنين اختياري B هتقول لي إيش معنى أقول لك أصلي بص هو هنا نيجاتف 4 وهنا نيجاتف 4 وهنا نيجاتف 4 أنا معاك بس هو كاتب الأماكن غلط أول واحدة بيقول لي لو الـ X أصغر من نيجاتف 2 لا دي عند التو أصلا مش النيجاتف 2 اللي أنا اخترتها لما قال لي الـ X أكبر من التو فعلا الجزء ده كله أنهي Xات الـ Xات اللي أكبر من التو فعشان كده اخترت بي طب كانت إيه الغلطة في دي قال لي الـ X أصغر من التو يا جدع التقلات راح ناحية اليمين فكلهم غلط ومين الوحيد اللي صح بي ماشي تقدرت يعني لو بتحب أنت الحاجات ده يتوقف الفيديو وشوف الحوار ماشي معك إزاي أقول لك أنا أنت لو وقفت الفيديو واشتغلت وراية على أقول لك هي أول رسمة دي أول رسمة بيقول لي أنا أعجبها من غير ما أبصها على الاختيارات F of X 2 ديكون instant function إمتى في الجزء اليمين اللي هو الـ X greater than or equal 0 ليه حطت or equal علشان فيه closed circle الرسمة دي رسمة مين آه دي رسمة 1 على X بس سواء لو سمع في أني زونة لو سمع في الزونة اللي هناك الزونة الشمال الصغيرة الـ X أصغر من 0 هل الاختيار ده موجود؟ آه بي برضو 2 لما الـ X greater than or equal 0 واحد على X في الزون بتاعة الـ X less than 0 مش idea رقم 4 graph each of the following آه ده وجع قلب ده graph each of the following function and from the graph determine range والmonotony والtype even واللقود وشوينجي إتسي سيمتري يسا اللهت النبي أنا هرسم رسمة رسمة الرسمة الأولى 3 X square minus 3 over X square minus 1 أنا هصورهم وأروح أحلهم على الـ whiteboard صورهم ليه؟ عشان ما نساهمش أروح أحلهم على الـ whiteboard يلا بينا نروح بقى على الكلام قوي في الـ whiteboard ايه اللي أنا عملته ده؟ لا مش عايز دي أنا عايز من هنا أختار أختار يا عام خلينا أختار يا عام يا عام بتعملوني كده دي أيوة عايزين نرسم X axis Y axis رايقين X axis Y axis عايزين الرسمة تطلع على المزبوط added X axis وادل Y axis أنا زقت من الرسمة أنا عرسمها بالحب هي الرسمة الأولى بتقول إيه؟ الرسمة الأولى بتقول F of X equal 3 X square minus 3 over X square minus 1 مبدئيا بادئ ذي بد بادئ ذي بد أنا لازم أعمل إيه؟ لازم أجيب الدومين لازم أقول إن الدومين R except negative 1 و 1 ده أوتوماتيك كده جبت الدومين ده إزاي؟ جبت 0 زي الديلمونيتر الديلمونيتر اللي هو X square minus 1 عملت له factorize X minus 1 و X plus 1 طلعتهم مطاريد الدومين يبقى الرقمين دول هيتطردوا من الدومين طب F of X هتعامل معها إزاي؟ نبدأ نتعامل معها بالcomment factor يعني فوق أنا معايا 3 common factor مين يتبقى X square minus 1 و مين موجود تحت X square minus 1 طارف دهية اتبقى كام 3 كل اللي هعمله إنه هطلع عند Y بتلاتة وشد خط لأن أنا عارف إن الconistant function عبارة عن خط horizontal parallel X axis سأخبر لي بقى من حاجة كده رسمتي غلط قولي ليه كده رعكنا أنا في وسط الحل أقول لك ليه؟ هي مش غلط هي نقصة نقصة أني أنت فاكر إنه تمطلع لك الدومين كام وكم 1 و negative 1 أجي فوق ال 1 أعمل open circle فوق ال negative 1 أعمل كمان open circle كده رسمتي بقت رايقة لأن أنا لازم أبقى عارف إن في مطاريد رقمين مطردين فلازم يسمعوا في الرسمة يسمعوا في الرسمة إزاي؟ بopen circle طبعا عايز الدومين قريدي جايبه عايز الرينج مش أنا أقولت لك الconistant function range هو نفس الرقم يبقى الرينج 3 تبقى جواز هت كده وروع الكلام الفونكشن بتاعتي إيه الطيب بتاعها even function ليه هي even function الميستر قال أي conistant function even function والميستر قال الرسمة symmetric about the y axis هل الرسمة دي هل هي not one to one ولا لا هي not one to one مستحيل تبقى واحد لواحد ليه؟ لأن الone to one كان بتعمل بالhorizontal line test وأنا لو عملته horizontal line test هايطع الرسمة في كم مرة فعرض لنهاء من النقط فهي ليست واحد إلى واحد طب المنطني أنا الرسمة بتاعتي constant كلها constant آه تتكتب إزاي constant on its domain يعني إيه constant in its domain دي اللي هي لما تقول للراجل نزلني من على جماغك constant من أولها لأخرها ده معنى constant on its domain راي راي range even ولا good one to one ولا لأ constant domain كده أنا جبت له كل اللي هو عايزه هش على اللي بعده الرسمة التالية الرسمة التالية بيقول لي f of x equal four minus x square over x plus two هتقول لي مبدئيا بادئ ذي بدئ إحنا أول حاجة نجيب الdomain صح والله الdomain r accept zero z denominator مين zero z denominator أسوي ال denominator بزيرو أودي طبع عكس الإشارة يبقى الاغسب negative two يبقى الdomain r accept negative two أنا قلت الdomain r accept negative two أبتدي أرسم بقى أنا خلاص عرفت الopen circle هتبقى عند مين عند negative two ولما أبدأ أرسم أنا دلوقتي كنت أبدأ أرسم من غير محيل ما شاء الله علي لازم أعمل factorize لشوف الرسمة دي هتبقى عاملة إزاي إيه دا إيه دا القلم f of x equal معلم أنت معك four minus x square ومعك تحت x plus two فأنا لما أجعمل factorize فوق هتبقى two minus x وtwo plus x the difference between two squares بعرفوا إزاي الاربعة اتنين في اتنين والx square x وx واحدة بلاس واحدة ماين مين اللي غار ده الـ x plus two مع الـ x plus two فأصبحت f of x equal two minus x linear function linear function يعني إيه يعني الـ x bar one الـ x معلاش power مكتوب يبقى باورها one أسهل طريقة أرسم بيها linear function أسهل طريقة هي أن أفرض رقمين وأشتغل أجيب الرقمين التانين يعني إيه يعني إيه يعني أجي بس أقول أنا أحط الـ x بـ negative one مثلاً وزيرو أنا حر أي رقمين يختروه في بالي أحطهم للـ x فأنا هنا قررت أن الـ x بـ negative one والـ x بزيرو أحسب بقى هو لو الـ x بـ negative one الـ y بكام عوض مكان الـ x بـ negative one two minus minus one بـ three طب لو الـ x بزيرو تطلع الـ y بكام بـ two أروح بكل الشياكة على المسألة بتاعتي أدي واحد اتنين ثلاثة أربعة negative one negative two negative three negative one negative two negative three one two three مبدأياً أول نقطة الـ x بـ negative one والـ y بـ three أجيب الـ negative one وأطلع للـ three وحط نقطة الـ x بزيرو x بزيرو x بزيرو هاي الـ y بـ two أدي كمان نقطة وأروح موصلهم مع بعض بهذا المنظر اللطيف اللي أنا رسمته ده هو مين هو الـ straight line أدي طريقة رسم الـ straight line عن طريق الـ table بعرف إزاي نوعه ويطلع straight line مش curve لما يكون x بار وان خلصت الرسمة اوعى لسه الـ domain R إكسبت مين الـ negative two فعند الـ negative two هطلع فوق وعمل open circle عايز عرب بقى الـ open circle اللي فوق الـ negative two مسماعة بكام في الـ y يعني يمسماعة بكام في الـ y الـ value بتاعتها عند الـ y كام خلي براك أنا مش رسم بمسطرة وقلم فتلاقي الرسمة مش to scale أنت لو رسم بمسطرة وقلم على ورق الجراف هتطلع من الـ negative two تحط الـ open circle بتاعتك يكون مكانة هنا مثلا عشان تكون رسم بدقة هتقدر تجيب الـ y من الرسمة أنا بقى أعمل إيه لو مش معايا أو مش رسم عيدل مبدئيا أشيل الـ x وحط الـ value بتاعة الـ negative two two minus minus two تطلع بكام بفور يبقى الـ open circle كانت عند الـ y equal four طبعا ليه كنت عايز عرف بالزبط مكانها لأن أنا حاليا هسألك شوية أسئلة إدوا مين بكام هتقول لي جايبينه are except negative two طب الـ range من على الـ y axis لو أنا وريتك المسألة هتقول لي ده كلها كل الـ y axis تلو are except رقم واحد اللي هو جنب الـ open circle عند الـ y axis مين اللي جنب الـ open circle عند الـ y axis الفور اللي احنا حسبناها دلوقتي طب هل الرسمة ديت آه لا دي نينو من غير ما تسألني الرسمة ديت neither even nor would لي neither even nor would هي مستمترك أصلا about the y axis ولا about the origin point يعني ولا even ولا would طب هل الرسمة ديت one to one آه الرسمة ديت one to one one to one ليه مستحيل أرسم خط بالعرض يقطعها في نقطتين مستحيل أي خط بالعرض هيقطعها في نقطة واحدة طب هل الرسمة ديت آه ممكن أجيب المنطني بتاعها آه دي دي كريز دي كريز on its domain يعني إيه دي كريز on its domain تلاقي المسألة كلها كلها من أولها لأخيرها اللي بيحصل قدامك يا معلم بي دي كريز أو بي دي كانت الرسمة التانية الرسمة التالتة f of x equal معانا ايه في الرسمة التالتة؟ معانا f of x equal اه فرعين اصحى بقى للكلام x square و x ده لما ال x less than zero و ده لما ال x greater than or equal zero يلا بينا أبقى أول حاجة عاملها إن أرسم ال x axis و y axis بتواي بركز بقى في حاجة الراجل كان بيقول لنا دايما ال x أصغر من zero اللي هو أنهي جزء الشمال أرسم رسمة ال x square عارفها أروح جاي أعمل رسمة كده بالضبط curve وماكملش الناحية التانية ليه ماكملش الناحية التانية؟ لأنه هو بيقول لك ارسم في الجزء الشمال بس وخلي بالك أصول 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 في open circle هنا هنقفلها دلوقتي عارف بس خلينا احنا ماشيين بالإيه؟ بالأصول عايز أرسم الجزء التاني بيقول لي لما ال x أكبر من أو بتساوي zero اللي هو في الجزء اليمين ارسم رسمة ال x رسمة ال x straight line يمر خلال ال origin point add straight line وهب وقف ليه ماكملتوش لتحت؟ عشان الراجل ما قال ليش أكمل قال لي ارسم بس في الزونا اللي أكبر من zero عشان يوم ما جاسألك على domain وال range والكلام ده domain equal R domain R طب ور range ده من على ال y axis مين أقل وي في المسألة zero وأنا لو فضلت أنزل أسهم من المسألة سواء من يمين أو من الشمال أنا بنزل من الجنبين الحتة اللي هتتلون في ال y axis من zero لحد infinity فعشان كده ال range بتاعنا من closed zero لحد infinity طب المسألة المسألة نينو والله neither even nor odd ولا ينفع قول عليها even ولا ينفع قول عليها odd هي ولا كده ولا كده طب هل المسألة دي المونوتوني قدر أدرسه؟ طبعا في حتة decrease وحتة increase وكده كده المونوتوني البراكتز كلها open فأنا مش قلقا من حاجة الجزء ده decrease من كام لكام من negative infinity لحد zero decrease من negative infinity إلى zero طب والجزء الثاني لا ده increase بقى increase من كام لكام من zero إلى infinity يبقى من zero لإنفينيتي increase ومن negative infinity لزيرو decrease هل المسألة ديت one to one ولا لأ نووي تكون one to one ليه نووي؟ لأنها لو جيت رسمت لك horizontal line كده خط بالعرض أعمل horizontal line test هيقطع المسألة في كم نقطة في نقطتين فهي not one to one not one to one كلام لذيذ جد الرابعة الفرصة الأخيرة إن احنا ببقى نحل صح؟ ايه تحديكم بيرسم معي مراوعة عالكلام في الرابعة بيقول لي f of x equal f of x equal تفرعين برضو four و x square الفرع الأول اللي هو four لما ال x أصغر من negative two وهنا لما ال x greater than or equal negative two ماشي؟ كلام لطيف تعال نرسم هذه مبدئيا ال x axis و هذه ال y axis وابدأ أشوف الكلام علي الكلام إنه هو بيقول لي الحوار عند ال negative two ادي negative one هو ادي negative two اهو عند ال negative two أنا هعمل خط خفيف جدا 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 ممكن عمله النقط على فكرة في المتحان كير زي اللي أنا عمله خط النقط خفيف هو اللي هيفصل لي الرسمتين عن بعض ليه؟ تحلي بالشياكة بقى وبما إن انت قررت إنك انت بتحلي بالشياكة بقى فلما ال x أصغر من negative two اللي هي الزون اللي بعد الخط المنقط أنا أقل من negative two أرسم كام أطلع عند الفور واشد خط بص 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 الخط يجي منين؟ ليه الخط روات مرسمتوش من أول الفور ودته يومين وشمال؟ هو محدد لزون وليه open circle؟ مفيش equal بيقول ليه طب لما ال x أكبر من negative two ارسم ال x square ومحلى ال x square ال x square هي هكمل بقى هكمل طبعا ال x square هي الله على الرسم الرسمة أنا حبيتها x square رسمتو كده ليه؟ عشان دي رسمة ال x square ليه ما كملتوش بقى وعد الخط دي حدودي دي اللي فاصل المسألة الشمال عن اللي مين؟ هتجي تقول لي متأكد أنه ما هيتقابلوا في النقطة ديت عشان نعملها close doingings نعمل لك close دي لأنه فيه equal هنا أقول لك والله أنت لو مش متأكد أعوب بالنجاتف 2 في المسألة نجاتف 2 بار 2 تطلع بكام بفور يبقى هيتقابلوا عند الفور فعلا عشان كده لما جا كلمك على المسألة ديت وأقول لك هل المسألة ديت even ولا اود ولا نينو أنت هترد تقول لي neither even nor would لما أطلب منك الدومين اوتوماتيك هتقول لي R لأن أنت لو نزلت أسهم على ال x axis هتلاقي ال x axis كله متلون لو جيت أطلب منك الرينج هتقول لي أصغر ويف المسألة 0 لحياة فوق اللي هو infinity يبقى من 0 لإنفينيتي ده دومين درينج ده نوع هل المسألة ديت one to one ولا لا not one to one ليست one to one ليه لأننا لو رسمت horizontal line بالعرض قدام عليك حالا هيقطع المسألة في نقطتين يراهم أي كفيف أزيدك من الشعر بيتا ده أنت لو رسمت horizontal line هنا هيقطعه في عدد لنهائي من المرات فهي نقط one to one طب الموناطني أنا من هنا جاي دايماً ببدأ من الشمال من نيجاتب انفينيتي لحد نيجاتب تو دي كونستانت من نيجاتب انفينيتي إلى نيجاتب تو ده الجزء الكونستانت طويل الجزء الديكريز كل ده دي كريز دي كريز من كام لكم بقى يا معلمي دي كريز من نيجاتب تو لحد الزيرو طب الجزء الانكريز من زيرو إلى انفينيتي انكريز من زيرو إلى مالة نهاية حلو على الرائعة ايه دي الأربع رسومات اللي هو كان طالبهم بكل ما يشتملهم دومين بقى رينج الكلام ده كله حلو ما فيش أحلى من كده الدرس الخامس بقى كان بيتكلم عن ايه انا عادتا اشرح لك حوار الفيرتكس وان انا بغير الاكس وسبت الواي ولكن لسه ما عملتوش بص بقى اوتوماتيك كده بسم الله الرحمن الرحيم اي مسألة هشوفها في الامتحان كله الجبرة عايز حترسم انا هطلع عفيرتكس الاول مين الفيرتكس اغير اشارة الاكس اخليه تو والواي كده كده زيرو فين الفيرتكس اللي اسمها تو زيرو دور معايا كده انت لو شايف هنا اول رسمة التو والزيرو على الاكس اكسس بالزبط والرسمة مرسومة في الفيرست اه لا دي غلط لان المفروض رسمة الواينوفر اكس الاطوماتيك اللي انت عارفها دي البيزيك دي الواينوفر اكس البيزيك طيب أنا بعد ما بطلع الفيرتكس بعمل إيه؟ أقول لك يا معال أنا بعد ما بطلع الفيرتكس اللي أنا طلعتها 2-0 بروح عندها بالضبط عند 2-0 وأعمل Y-axis وهمي و X-axis وهمي وأرسم الرسمة اللي أنا عارفها الرسمة اللي أنا عارفها بالضبط هتبقى كده فأنا هدور على الرسمة اللي بهذا المنظر اللي هي هتكون بإذنك يا رب C تاني يا عم تاني يا عم تاني لأن احنا أصلا الدرس ده كله مش نعمل غير كده مش نعمل غير التاني ركزلي في هذا الابسليوت قبل أي حاجة نطلع الفيرتكس الفيرتكس هو عبارة عن تغيير إشارة اللي مع الـ X نيجاتف ده أخليه بلاس 2 طب وليه لوحده زي ما هو ويكتب في الـ Y فيه رقم بيبقى مع الـ X جوه بغير إشارته اسمه وريزونتال ترونسليشن ورقم لوحده بتاع الفيرتكال ترونسليشن بس يبه زي ما هو بس وصلي بيبقى على الجميل ده ده إيه ده ده نيجاتف نيجاتف قبل الـ Absolute الرسمة الـ Basic بتاعة الـ Absolute حفظنها مع بعض كانت سبعة لو قبلها نيجاتف بتبقى تمانية بس فيها نقلة أنا أصولها قبل أي حاجة أروح عامل الـ X axis كده والـ Y axis كده أروح أوقع النقطة اللي الراجل بيتكلم عليها النقطة كام وكام 2 و 1 احنا معنا 1, 2, 3 1, 2, 3 نيجاتف 1, نيجاتف 2 نيجاتف 1, نيجاتف 2 أروح عند 2 واطلع للـ 1 هنا قادي الفيرتكس اللي أنا شئيت وانا بطلحها عشان أعمل خط وهمي بالعرض كده خط خفيف قوي في الانتحان وخط فيرتكال كمان خفيف برضو زي وأرسم الرسمة اللي أنا عارفها بس يبقى مين الفيرتكس بتاعي هيبقى ده هو الفيرتكس بتاعي أرسم الرسمة بقى لفوق ولا لتحت هرسم الرسمة لتحت ليه هرسمها لتحت لأنها 8 من 7 ليه 8 من 7 عشان أقلت لك الإشارة النيجاتف اللي قبل الأبسليوت بتقلبه أرواند الإكس أكسس بتعمله مراية لتحت فمين الرسمة من الرسومات اللي بتوافق رسمتي الرسمة بي عيش مع بعض حياتنا عمعيش أوبا السؤال بص جاي بيت نختر وابتدي أسألك بعض الأسئلة اللولبية المرة دي بقى أجابها لك منين لفها لك بالعكس قال لك ولا ولا من الفيرتكس بتاع السؤال اللي قريدي مرسوم فيرتكس السؤال هي النقطة دي فأنا لما أجأ أقول لك الفيرتكس هتكون كام هتقول لي واحد واثنين الرسمة دي شكل الإكس بارتو بس متشقلبة دي بدل ما تترسم يو مرسومة إن عادي أكيد فيه نيجاتف قبل البراكت بتاع الإكس بارتو يعني إيه أكيد فيه نيجاتف قبل البراكت بتاع الإكس بارتو يعني أنا متأكد إنه أنا بكون الفانشن هعمل كده نيجاتف إكس أعمل في أول رقم أغير إشارته وحطه مع الإكس وحط عليه بارتو إش معنى بارتو ليه حطيت بارتو حطيت بارتو عشان الرسمة الرسمة بارتو ليه حطيت نيجاتف لأنها على شكل الإن مش على شكل اليو في معاك بلاسة 2 بره إيه وعا تنساه دور لي يا معلم على هذه السؤال على هذه السؤال ما شاء الله أنا كده هيست على هذه الإجابة 2-x-1 فأنا أقول بارتو فأمر رضي هو رجعنا بالعكس ولا point vertex بتاعة الفانشن دي point vertex اللي هي اللي هي ال vertex اللي مطلعها من الصبح بس قبل أي حاجة لوجه اللا لوجه اللا نعدل دول نعدل دول يعني بدل 2-x أخليها x-2 قول لي إيه دا هو إحنا آه بشرط في مسألة البرتو أو الأبسليوت مسألة البرتو أو الأبسليوت بس كل اللي بعمله أبدل دول مع بعض 2-x هي هي x-2 هتقول لي ما حصلش أنا معاك والله إنه ما حصلش هم مختلفين هو في نيجاتيب فرق ما بينهم البرتو هيعمل إيه في النيجاتيب هيشيلها ما تقلقش أيوة أنا أنت عايزة دلوقتي أنا كل اللي عايزه إن 2-x أخليها x-2 وأطلع الفيرتكس بقى برواقان السنين مين الفيرتكس بتاعتي 2 و 3 الله 2 و 3 يبقى البوينت بتاعتي إيه عالرأي جاية 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 تقول إيه the symmetry point of the function سهلة بإذنك يا رب هل في رقم مع الـ x يعني هل هو x plus أو minus حاجة باور 3 لا يبقى الـ x بتاعنا 0 طب والـ y negative 2 لأن إحنا ما بنغيرش الـ y يبقى البوينت بتاعتي symmetry بتاعتي 0 و negative 2 ماشي the vertex of the curve still نفس الكلام بيسأل على الـ vertex فأنت هتجوابهم معي بسرعة قوي الـ vertex هنعمل إيه في الرقم اللي مع الـ x هنغير إشارته فيبقى negative 1 طب والرقم الثاني زي ما هو يبقى negative 1 negative 3 قديل vertex سهلة the symmetry point of the function هنعمل إيه في الرقم اللي مع الـ x هنغير إشارته يبقى negative 2 طب والـ y زي ما هي 3 فهتبقى negative 2 و 3 ده السيمتري point اللي هو عايزها ماشي ماشي جايلنا بإيه المرة دي قالك نفس الكلام بيتعاد range انت خلاص بحفظت اللعبة هتقول لي مستر قبل ما نبدأ تعال نطلع الدومين حاضر الدومين r except one ليه except one zero is denominator منا بساوي الدينوميطر بزيرو يطلع للـ x equal one يبقى الدومين r except one واجه من فوق أقول لك مين الكومان فاكتور هتقول لي فيه كومان فاكتور يراه أي أحد اللي هو 2x أخذنا 2x كومان فاكتور من فوق أخذنا 2x كومان فاكتور اتبقى من هنا x minus تأخذت 2x كلها كومان يبقى في كام one ادي x مينوس one ادي x مينوس one أصبحت كام 2x أعدها لك تاني يا معلم المسألة تقول لي ما احنا حلناها وراء عشان خاطر ريونك عاملك اللي انت عايزه ارسم آه يا خسارة ما عددتش بالقرج كده عدد بالقرج add 2x مستر دي مضروبة في اتنين ما يكش تضرف في عشرة مش مشكلة أنا أهم حاجة ما فيش plus أو minus واخد بالك أنا واخد بالي آه إن فيه رقم اسم one عايزين نطلعه بره الدومين نروح مصقطين هنا وات open circle عايزين نعرف الواي بكام يا عم عوض ما انت معاك الex sub one والف في اكس هي الواي يعني يبقى اتنين في واحد اتنين في واحد بكام باتنين يبقى مين الرقم اللي يطلع من الرينج 2 اروح اقل له يبقى الرينج بتاعي r except 2 والله حلو اللعبة بيقول لي the range of the function absolute x minus 2 يا عم تعلن نرسمها يعني هل رأسها مو اجدع منك طلع الفيرتكس بس كده الأول اطلع الفيرتكس اغير الإشارة دي اه طب والواي صفر ما مش مكتوبة اروح عامل x axis و y axis اروح عند الex sub 2 والواي بزيرو except 2 y بزيرو النقطة هنا ادي يا برينس الفيرتكال لاين بتاعي except 2 و y بصفر رسمة الابسليوت عاملة ازاي سبعة قول لي بقى الرينج كده الرينج اللي هو انا لو نزلت اخطوطه على الواي اكسز من كام لكام في الواي اكسز من زيرو الانفينيتي يبقى اللي جابة بتاعتي من closed zero الى انفينيتي لان ما فيش open circle في الابسليوت اه بيقول لي the range of the function absolute x over x اصحالي للريديفاين هنعمل ريديفاين اي راي اقوي ليه automatic كده automatic اول لما الراجل يدينا absolute هنعمل له redefine يعني ايه redefine هنساوي ما بداخل الابسليوت بزيرو من اللي جوه الابسليوت اكس عادي اكس بزيرو امعال الجزء الشمال نغير اشارة الابسليوت يعني بدل ما هو positive absolute او positive x جوه الابسليوت انا اخليها negative x على x طب والجزء اليمين ما غيرش اي حاجة يعني ايه ما غيرش اي حاجة يعني اكتبها x على x طب دي بكام بone طب دي بكام بnegative one اصبح معايا الجزء ده بnegative one واحدة بnegative one واحدة بone وانت قلتنى range هو ارقامها يبقى الرنج بتاعي one وnegative one ماشي ماشي جاي معكم ايه بقى دلوقتي ايه فرهضة ما يعلم بها الله ربنا تلاتة functions يا عم عادي يا عم يا عم عادي مش مشكلة تعال كده نزق الدنيا مع بعض نزق الدنيا ادي ال x اكسس وادي ال y اكسس حلو حلو لما اجا اقولك ادي طبعا one two three four عايز نرسم الناس ما ضقوية قبعة المرة دي five six نيجاتيب وان نيجاتيب two نيجاتيب سري نيجاتيب four ادي وان اتنين تلاتة اربعة ادي نيجاتيب وان نيجاتيب اتنين نيجاتيب تلاتة نيجاتيب اربعة نيجاتيب خمسة اول مسألة او اول جزء هبدأ بي هقسم الزونز بس بتاعتي عشان ما نخشش على مناطق غلط اول زون بنتكلم عليها نيجاتيب وان هقسم عندها ايجي عند ال x بنيجاتيب وان وعمل خط خفيف لنفسي عشان ما توش وهيقسم عند ال one برضو ماشي هو عايزي بقى الراجل ده اقولك انا عايز ايه الراجل ما بدايا بيقولك لما ال x اصغر من نيجاتيب وان ارسم رسمة نيجاتيب واحد على x هي اصطر رسمة one over x الاصلية هي دي صح دي ال one على x طب في رسمة ال نيجاتيب واحد على x هتقولي رسمة ال نيجاتيب واحد على x بس بتقلب بدل ما هي مرسومة في الكوادرانت الفرست والثيرد بتترسم في السكند والفورس فدي الرسمة اللي هو عايز نرسمها ارسم رسمة في السكند والفورس خلي بالك انا مش هرسم بتاعة الفورس وبتاعة السكند مش هعملها كاملة بص كده ووقف هتقولي يعني انت عايز تكناني ان دي هي دي او عزت وقلالت الله بس الفرق ان انا ما كملتش الرسمة الفوق كده وما كملتش الجزء ده كده ليه لان هو كان محددلي الزون اللي رسم عندها اللي هي اصغر من نيجاتيب واحد ماشي الرسمة اللي في النص دي رسمة مميزة شوية دي رسمة الابسلوت x بدون اي تحوير اللي هي بتبقى ازاي كده وكده ايه ده بقى ايه يعني ده ان شاء الله هيكبر يعني لا مش هيكبر يا حبيبي يا حبيبي مش بستهلة يا حبيبي ما همحددلك زون اللي هي من نيجاتيب والا وان ترسم فيها طب الاخيرة بيقولك ارسم رسمة الواحد على x اللي رسمها فوق بس مش هجبها من هنا كده 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 بصة دي دخلت في الزون الغلط انا المفروض دي ما تبقى الزهرة اما الزون بتاعتي اخرها هنا هو كده يبقى انا هرسم الرسمة ماكملش ببقى من اخر الزون يا نهر ابيض عالكلام كل ده بيسألني على الرينج الرينج بقى من كام لكام من او طواي في المسألة اللي هي زيرو لحد اعلى ويل اللي هي كام وان يبقى الرينج بتاعي من زيرو الى وان شئينا شئينا وعزده جلالة الله ده لما يكون بقى عايز انتقم منك طب هنا بيقولك ايه واخبلك انك انت لازم تطلع على الفيرتكس مبدئيا قبل ما اتكلمني زيرو وفور ليه زيرو لان الى اكس مش في براكت مافيش اكس بلاس كزا فهي زيرو واربعة بيقولك هو هو زي الاكس سكوير بالزبط فعنه ديريكشن انت لما طلع على الفيرتكس صح انت جاوبته صح ليه هو مبدئيا دلوقتي الراجل مدينة نقلة في الاكس ولا في الواي دي في الوايا باشا في الوايا البوزيطف ولا النيجاتف الرقم قدامي بوزتف يبقأنا في البوزيطف واي اكسس اللي هو أو واي هتقولي طب لو كان النيجاتف واي اكسس كانه يبقى أو واي داش أو واي داش بيقولك الكيرف بتاع الفونكشن جي اكس تعال نطلع على الفيرتكس بتاعها الفيرتكس بتاعها الـ X معها نقلة لا يبقى 0 والـ Y negative 2 هو هو نفس الكيرف ده بي ترانسليشن 2 يونيت فعني دايريكشن إجابة لمزاجية أو يداش ليه أو يداش لأنه في الـ negative Y axis ماشي ايديا 3 اه من الآخر بيقولك 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 ايه بيقولك ايه عارف الـ X bar 2 من الآخر دا سؤاله قالك ارسم بقى باستخدامه كل دول استخدامه يعني يعني ايه استخدامه يعني بقولك بيعرفك بيغشيشك ان دي رسمة الـ U أو الـ N الله أعلم على حسب قبلها نجاتب ولا لا أنا هبدا أرسم أول رسمة X bar 2 plus 1 وعشان أرسم X bar 2 plus 1 لازم أطلع فيرتكس الفرتكس اللي هي 0 و 1 ليه 0 X square معاش نقلة وليه 1 ما بنغيرش إشارة الـ Y هروح عند 0 و 1 بس الأول أروى عالكلام أدي 1 2 3 4 5 6 أدي الرسمة بيقول لي عند 0 و 1 0 و 1 0 و 1 اللي هي الـ point دي مالها بقى الـ point ديات آيوة أعمل إيه هرسم عندها X axis وهمي و Y axis وهمي زي ما أنا ما متعاوض أدي الـ X axis الوهمي و Y axis already مرسوم أصبحت دي الـ origin point الجديدة بتاعتي وأرسم أنهي رسمة أرسم الرسمة الطبيعية اللي أنا عارفها بتاعة الـ X square يعني أنا جاست شفت الرسمة الفوق الراجل بقى بيقول لي إيه باشا مبدأي أنا عايز الـ axis of symmetry axis of symmetry يعني مين اللي شق الرسمة نصين axis of symmetry هو الـ Y axis Y axis من الدومين الدومين أرلق إنها polynomial من الرينج من على الـ Y axis من 1 إلى infinity المنطني بتاعتنا ظروفها إيه والله الجزء ده كله decrease 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 يبقى decrease من negative infinity الحيوان اللي قال إلى 1 الحيوان اللي جابها من الـ Y axis هو من negative infinity لحد كام 0 لأن المنطني من على الـ X axis والإنكريز إنكريز من كام لكام يا معلم من 0 لحد infinity من 0 إلى infinity أدي الـ decrease وأدي الـ increase interval طب هي الرسمة دي even ولا أود ولا نينو even function symmetric about الـ Y axis طب هي الرسمة دي 1 to 1 ولا لا أدي خط بالعرض أطحها كم مرة مرتين تبقى not 1 to 1 ليست 1 إلى 1 جميل اللي بعد الرسمة التانية X minus 2 square X minus 2 square يلا نطلع vertex وال vertex بتاعتي تغيير إشارة الـ X يبقى 2 و 0 قادي الـ X axis و Y axis تاني كلا كنت تاني مرة تعال نطلع الـ vertex عشان دي أهم حاجة إحضلناها حاطر أدي 1 و 2 2 و 0 النقطة هنا أرسم الـ Y axis الوهمي بتاعي أحلى Y axis في الكون وطبعا الـ X axis الوهمي ومين هو الـ X axis الأصلي أدي النقطة عايزين نرسم يمعلم عليها رسمة الـ X bar 2 رسمة الـ X bar 2 اللي هي عاملة إزاي اللي هي كده أدي رسمة الـ X bar 2 مبدأيا أنت واخد بالك مين اللي شاء إيه هنصم بالضبط الخط ده add domain add domain R لأنها polynomial arrange arrange من 0 إلى infinity لأن arrange من على Y axis وأنا مش تازم بقى روح للمشوار ده توقولك أن أوطة Y أفضل عامل كده بقى والجو ده ما أنتو كبرتو بقى من 0 إلى infinity المنطني decrease و increase الجزء الأول decreasing من نجات بإنفينيتي الحاد two الحمد لله من نجات بإنفينيتي الحاد طولة إن إحنا بنجيبها من تعلمنا خلاص من على الـ X axis والإنكريز من طول حد إنفينيتي هي من طول هنا هو لحد الإنفينيتي الرسمة دات اللي بيحصل فيها بت إنكريز ماشا هو الرسمة دات one to one ولا لأ not one to one لأن الـ horizontal line test هيطحها مرتين مين بصوا أكتب له axis of symmetry إزاي axis of symmetry يعني من اللي شقها نصين قد بعض axis of symmetry هو الـ line ده اللي هو عند x equal كام two يبقى axis of symmetry x equal two الرسمة دات neither even nor odd ماشي طب two minus x square لو قال لي أرسم two minus x square أجي أول حاجة طلحها هي الـ vertex zero y zero لننفيش حاجة مع الـ x جوى الـ bracket الـ y زي ما هو يبقى zero two add x axis add y axis تعال نشوف zero two دي موقعها في أنهي ده هنا هو هنروح رسم y axis وهمي كده والـ y axis already مرسوب هتقول لي يالله نرسم بقى اليو هقول لك مغفل احنا هنرسم إيه المرة دي n لأن x square قبلها negative ونبدأ رحلتنا الرسمة دي even لأنها symmetric about y axis الرسمة دي not one to one لأن horizontal line تستيطحها مرتين الرسمة دي دو منها r لأنها polynomial الرسمة دي رنجها من negative infinity لأنه مع y axis لحات two الرسمة دي increase من negative infinity لزيرو decrease من zero infinity بقيت اللعبة مستساغة شوية اللعبة بقيت مبلوعة زي ما بيقول نفس التلاتة تاني يا عم تعالى يا عم تعالى أول واحدة two minus absolute x نطلع الفيرتكس الفيرتكس بتاعت أول واحدة ال x معها حاجة لا يبقى zero y two ما بغيرش اشارتها zero و two اي دي الرسمة الجميلة zero و two يبقى النقطة بتاعتي هنا هوا كده بالظبط zero و two حلو حلو هنرسم سبعة ولا تمانية جمي دي ها تمانية ليه لأن في نيجاتيب قبل absolute المسألة دي كدومين دومينها r ليه دومينها r لأنها كولونومية absolute قصدي بال absolute صح الرينج الرينج يا من على y axis من نيجاتيب انفينيتي الحاد من نيجاتيب انفينيتي الحاد two المسألة دي increase ثم decrease increase من كام من نيجاتيب انفينيتي الحاد zero و decrease من zero لانفينيتي decrease من اول zero لحد انفينيتي الرسمة دي note one to one لأن الhorizontal line تستيطحها كم مرة مرتين الرسمة دي even لأن asymmetric about y axis رائعة اللي بعده يلا نطلع الvertex هنغير اشارة اللي مع الx يبقى negative one ونثبت ال y اللي هو zero احلى negative one و zero في الدنيا ادي x axis وال y axis one two three four negative one negative two negative three يلا بينا negative one و zero ادي النقطة ناوكد واروح راسم الخط دلوقتي الراجل بيقول لك ايه absolute ادي absolute ادي رسمة absolute ادي رسمة absolute واخد بالك نعمل عدة على المؤضية تعني انت هتعمل زي في الجراف عشان نطلع رسمة دقيقة دقيقة الرسمة دي دومينها الرسمة دي رنجها من zero الانفينيتي الرسمة دي note one to one لأن الرسمة دي نينو على فكرة لأن line symmetry بتاعها هو line ده اللي هو اكس بكام اكس ب negative one انا عايز line symmetry يبقى الواي اكس عشان اقول عليها even الرسمة دي decrease من negative infinity ل negative one و increase من negative one الى infinity اللعبة تعرفت اتمنى تبقى اللعبة تعرفت نفس الكلام تاني تاني في الواحد على اكس هنا مين البرتكس غيرلي اشارة اللي مع الـ x negative two في بلاص حاجة هنا زي اللي تقول اللي تحتها لا يبقى zero يبقى negative two و zero هرسمها فوق بس شوية negative two و zero احلى negative two zero احلى في الكون تعال بقى نتعامل نحط الواي axis الواحد واجه اكلمك واسألك واقولك هي رسمة الواحد على اكس بتترسم ازاي هتقول لي في الاول لو الثالث مغفل خلي بالك في negative يعني تترسم في التاني والرابع في التاني ادي اطلع كده جنب هتقول لي بس فيه مشكلة اسألك ايه المشكلة هتقول لي هل دول الكواد التاني والرابع يعني دول مش التاني والرابع ده اصلا هم عدوا في وحوارات خلي براك أنا بالنسبة لي ده الواي اكسس بتاعي اللي أنا بتعامل بيه في المسألة أنا خلاص بنسى الواي اكسس الأساسي أنا بقي الواي اكسس هو الوهم اللي أنا عملته يلا نجيب دومين R-Except الدومين R-Except كان بقى Negative 2 جبتها منين ما احنا بنبص تحت ونسوي اللي تحت بزيره طب الرينج بتاعي الرينج بتاعي R-Except 0 ليه أصلها بيجي من على الواي اكسس وأنا لو خدت بالي الرسمة لما سيتش النقطة بعد زيرو دي يعني هي عدت جنب الاكس من هنا عدت جنب الاكس من هنا يعني هي ما هوبتش ناحية نقطة زيرو فالواي اكسز كله تلون مع هذا نقطة واحدة النقطة الواحدة لما تلونتش الزيرو طب عايزين نعرف هي وان توان ولا لأ نقط وان توان لأ وان توان دي وان توان لأن الهوريزونتال لاين تست هيطحها مرة واحدة طب هل الرسمة لات ايفين او اود لأ دينينو نيذر ايفين نور اود عرايق وقعت اختفت اها ينهر ابيض على العلقة ولا اي علقة بقولك ايه اخواتي في ظهري وحيسده يلا بينا نشوف الكلام على ايه في هذا السؤال الكلام على ايه الكلام على ايه ايديا نمبر فايف ناخدها نوديها احباقي في اللا هنرسم بقى ايه هنرسم باذنك رب حاجة عظمة جاهزين بالسلاح جايين ادي الاكس اكسز ادي الواي اكسز اللا اللا سفرداءة لهم مستفز جدا ادي الاحمر وان تو ثري فور فايف ادي نيجاتف وان نيجاتف تو نيجاتف بري نيجاتف فور نيجاتف ب Mi نيجاتف تو نفس الكلام نيجاتف فور نيجاتف فايف وان تو تري فور يلا بينا نبدأ اول حاجة في المسألة كانت فايدية كان بيقول لي ارسم كتبلك بس المسألة هنا احنا خلاص نحن نعطش كل شوية نبص في الموبايل F X X plus one cube plus two الكلام ده امتى لما ال X اصغر من او equal negative one طب وان على X plus one plus one لما ال X اكبر من negative one ماشي يلا بينا يلا معلم اول واحدة لايه X plus one cube plus two X plus one cube plus two انا هبدأ اهتم بالمسألة الاولى مش شايف غيرها اول مسألة ما اجيب الفيرتكس ادي negative one و2 negative one و2 بغير اشارة اللي مع ال X جوال وسبت ال Y انا هرسم رسمة مين X plus three بس بعد موقع هزيه الفيرتكس هزي الفيرتكس اللي هي negative one negative one هو و2 النقطة بقيت مكانها فين مكانها هنا وباقي زي ما قلت لك عمل X axis وهمي و Y axis وهمي اكي اني جيت هنا هو قلت انا نقلت X axis هنا ونقلت Y axis هنا عند اني نقطة بقى لو ملاحظ اللي هي اسمها negative one و2 بقيت دي الوريجون بوينت بتاعتي اللي انا هرسم فيها مسألة X plus three هو بقى بيقول لي اعمل ايه بيقول لي ارسم المسألة بتاعة X plus three اللي هي المسألة بتاعة الرقاصة في انهي زون في الزون بتاعة ال X اصغر من او equal negative one اللي هي الزون الشمال فانا اروح جايب المسألة من تحت كده اهي 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 اسطوب هنا ماكملتش ليه لان احنا كده نخش على زون مش طبعنا على حتة مش بتاعتنا طب حلو حلو تعالوا نشوف المسألة اللي تحتها المسألة التانية احنا عايزين نجيب الفيرتكس بتاعها واحنا رايحين نجيب الفيرتكس نركز الفيرتكس كام هنا هو الفيرتكس هنا هنغير ال X يبقى negative one ونثبت ال Y يبقى one يبقى عند negative one والone هنا كده مسلا كده كده ال Y axis مرسومة احنا كل اللي هنعمله هنعمل X axis اعمله بلون تاني اه دي X axis بلون مختلف يعني ده من اجل عيون المسألة التانية طب وال Y axis هو هو نفس ال Y فكأن دي اصبحت هي ال origin point بتاعتنا اللي هنهتم بيها اه اعمل ايه بقى عشان ارسمها بيقول لي انت هترسمها مبدايين في الجزء اللي اكبر من negative one بيشاور لي هنا الجزء بتاع X اكبر من negative one هي رسمة ال واحد على X اصلا عاملة ازاي اصلا اصولها دي رسمة ال واحد على X بتترسم فعلي quad في الفيرتكس وال third انا بالنسبة لي دي ال origin point فانا هاجي ارسم في الفيرتكوادرانت كده بس مش هرسم في الثيرتكوادرانت ليه لانهم حددلي الجزء اليمين يعني الرسمة بتاعتي من الاخر هي مين خلي بالك ان ده ده وده اللي هو المنقطة ده كله دي كلها خطوط وهمية بترسم خفيف قوي بس تسيبها دي خطوط عمل ازا انا فضلي حاجة واحدة بس لا انا خلصت اصلا انا خلصت الرسمة مبدايين عامو يطلب مني الدومين الدومين هو R صح عارف جبته منين فاكر بداية الفيديو ده خالص لما قلت لك الدومين هو الحقيقة اللي مكتوبة هنا ففعلا الدومين يمعلم هو مين R طب الرينج ده من على Y axis اللي انا لو جيت نزلت انا عبقص بقى الرسمة خلاص خلاص انا كده الرسمة قدت معايا دورها التام فيش هايلايتر فيش هايلايتر فيش هايلايتر احنا ممكن نعمل كده كده بقى هايلايتر او اتضحك علي كده يا معلم لما اجا اقول لك مين الرينج هتقول لي انت لونت ال Y axis كله يبقى الرينج R طب لما اجا اقول لك هي ايفن ولا اود هتقول لي مستحيل توبقى ايفن ولا اود دي نيذر ايفن نور اود لانها مستمترك قباوت حاجة لو سألتك هي وان توان ولا لأ شايف الزون دي بوزيتلي بمسألة خليتها نور وان توان لان الخط اللي بالعرض هيطحها مرتين وهي طبعا قلنا نينو جميل ده لما يجيب لك حاجة يحب يشقيك قوي قللك انا ادخلك في معمعة يعني كبيرة او على سنك مش الايديا السادسة بيقول لي ارسم ارسم افو في اكس ماينس توبقى بص بقى الفرق بين الاتنين بص لي بقى عشان نعمل دلوقتي حاجة هتعجبك اول ادي الاكس اكسز والواي اكسز الحوار على ايه نقلة نقلة مع الاكس لان احطتها جواه البراكت بتاع الاكس هتلي الفيرتكس 2 و 0 2 و 0 المرسوم حلوة قوي عمو بيقول لي ارسمها ازاي بقى قال لي ارسم رسمة واحد على اكس طب ما هي رسمة وانوفر اكس اصولها بتترسم في الفرست والسيرت بس في حاجة غريبة معمولة حوالين الفانكشن ده معنى ايه معنى انك انت مشكورا الجزء النجاتف ده اقلبه بصطف يعني اقلبه بصطف شايف الرسمة امسكها كده طلحها فوق اعكسها اروند ال اكس اكس انا عايزك تتخيل معايا مرايا فوق لو ده بقى مرايا فوق ايه هيبقى عامل ازاي هيبقى كده يا لهوي اه دي كنها مرايا واخد بالك اللي تنندولك انهم مرايا لبعض واعمل ايه في اللي تحت دي امسح 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 اصلا ما اكتبهاش في الرسمة انا بس رسمتال اول عشان اورها لك يعني دي اصبح ليس لها وجود فرسمتي بقيت هي انهي رسمة بقيت الرسمة اللي فوق طب واللي تحت ده كله الله يرحمه ليه لان الابسليوت معناها اقلب اي حاجة نيجاتف خليها بصطف خلاص كده كده رسمناها عايزين نجيب الدومين هتقول لي الدومين ار اكسيبت ار اكسيبت كان بقى مهو الدومين من على الاكس اكسز مين الحتة اللي على الاكس اكسز اللي ما فياش رسمة اللي انا حطت فيها خط هايليتر ار اكسيبت تو طب عايز اجيب الرينج من على الاكسز من زيرو اوبن لانها ملمستش تحت خالص ملمستش الزيرو الى انفينيتي طب المنطني هي كانت انكريز من نيجاتف انفينيتي الى تو انكريز من نيجاتف انفينيتي لحد تو طب وديكريز من كم لكم بقى ديكريز من تو الى انفينيتي من تو الى انفينيتي ده بيحصل ديكريزينج أدي الانكريز أدي الديكريز أدي الرينج أدي الدومين الفونكشن طبعاً لأنها مش سميتر كباوت الواي أكسس ولا الوريجين بوينت والرسمة نوت وانت 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 لأن الوريزونت اللاين هيطحها كم مرة مرتين كت 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 تاني مر كت كت تاني مرة وبس هكلمك على السؤال اللي بعده 2 بلس أبسليوت fx طلع فيرتكس هتقول لي خالصة الفيرتكس هي كم وكم تعال الأول نرسمها تعال نرسمها يا عم أنا هرسم لك الرسمة من غير الفيرتكس هرسم لك الرسمة الأصلية هي لو كانت لو كانت fx بس اللي هي واحد على x كنت هتترسم ازاي كده والخط التاني كان هيبقى فين تحت في السيرد أنا بقى هرسمه فين في السكند عملت براية طلعته فوق عشان الابسليوت وبعدين بيقول لي عمل ايه بلاس تو النقلة دي بتاعة y صح يعني هنرفع المسألة كلها two units فوق يعني الرسمة في الآخر هتبقى عاملة ازاي أنا عايزة تتخيل انها كده مسكت المسألة دي من قفع وشدتها فوق شدتها فوق كم يونت اتنين يعني بدل ما هي مرسومة من عند الاكس اكسس ده هتبقى مرسومة من عند مين؟ من عند يعني هنا هيبقى في خط واهمي وهتبقى الرسمة كده ده الطريقة اللي هيبقى اتنين احنا لو هنرسم من غير ما نطلع فرتكس بس طبعا الفرتكس اريحلك بكتير ما انت الفرتكس هتجي تقول لي zero two وتوقع الزير وتو هنا هو وتعمل الاكس اكسس الواهمي والواي اكسس الواهمي ورسمنا الرسمتين فوق ليه مرسمناش حاجة تحت لان عمو كان قايل لك انا لو سمحت من فضلك عايز ارسم الرسمة بابسليوت بابسليوت يعني مش عايز اي جزء نيجاتيف فيها مش عايز اي حتة نيجاتيف تكون موجودة في الرسمة بتاعتي هانت هانت يا يونت وان الربط عادي تحصل باذن الله وهنروع على الكلام كله اي دية رقم سيفن اه نفس الاي دية نفس فكرة الابسليوت ما اصبحش هناك فكرة جديدة فلذلك احنا دخلين نحل الدرس السادس حلي للدرس السادس الكلام على ايه الكلام على الابسليوت فاليو ابسليوت فاليو ايه بقى معلم الايكواليتي ولا ابسليوت فاليو اكويجن بتجي تقول لي والله هي ما فرقة حاجة انا كده كده وانا بتكلم على الابسليوت فاليو انا عندي شوية ملاحظات لازم ابعرفها نروح لماي فيو بورد لسون سيكس اللسون السادس الكلام على ايه يا الله بينا الكلام بقى على ايه الكلام على ايه الكلام على ايه في لسون سيكس تعال نشوف الكلام على ايه احنا بنحل في لسون سيكس اه اابسليوت فاليو ايكويجنز وانيكواليتيز فعايزين نساستم شوية نوتس كده لو ضبطناهم لليتنا تبقى زي الفل ما بدايا لو الراجل جي قال لي اابسليوت اكس جريتر زان او ايكوال زيرو بقول لك ايه هو مش كده كده انت عارف ان ابسليوت اكس اكبر من او بيسوي زيرو طبعا اكيد يعني نو وي مابقاش اعرفها فانا لما اجي لما اجي اتكلم عن الابسليوت ايكويجنز ايكويجنز انا قدام احتمال من ثلاث احتمالات ممكن الاقي ابسليوت اي حاجة بقى جوة اي حاجة جوة الابسليوت ايكوال ايه يعني بيتسوي رقم او ممكن الاقي ابسليوت حمادة equal absolute ميادة او غادة الاحتمال التالت الاقي absolute equal function ركز لله يبرك لك الله يبرك لك ليه اصلنا لو لقيت absolute absolute اكس او absolute اكس بلاس تو او absolute جواه اي حاجة اقوى الرقم انا رحش يقق الصفحة اتنين وهحل حلين ايه البهتان ده خلي كده الارقمته بقى فضحة وضوح كبير هروح شائق الصفحة اتنين هقول مرة اللي جواه absolute بالبوست بيساوي بوست في ايه ومرة اللي جواه absolute بالنجاتف يعني بيساوي نيجاتف ايه طب لو absolute ايك وال absolute هعمل نفس الكلام مرة هقول حمادة بيساوي ميادة حمادة ده اللي جواه الابسوليت الاول وميادة اللي قعدة جواه الابسوليت التاني ومرة هحل الحل النيجاتف بتاع النيجاتف ميادة طب ولو absolute بيساوي function احنا لازم نعمل للابسوليت مناعمل الابسوليت مش بيساوي رقم او مش بيساوي absolute زيه هنعمل ريديفاين ريديفاين يعني ايه مبدئيا اول حاجة نضع اللي جوا الابسوليت بزيره ونحطه على number line الجزء الشمال بنغير اشارة الجزء اليمين زي ما هو هتقول لي ايه الكلام ده هقول لك هوريكو احنا بنحل على بركة الله الابسوليوت فاليو اول حاجة اتكلمنا عن الابسوليوت فاليو ايكويجن بهذا المنصر ايه بقى الحوار اللي هيدور في الابسوليوت فاليو لما اجي اقول لك شوية حاجات رائعة ايه الابسوليوت فاليو انيكواليتي ده الابسوليوت فاليو انيكواليتي سيب الموبايل يا مستر وركز جاب نزبر ياه جاب نزبر ياه ماشي اه انت انا كنت بكلمكو صح في الابسوليوت فاليو انيكواليتيز في الابسوليوت فاليو انيكواليتيز انا ممكن اللاقي الابسوليوت الابسوليوت greater than A greater than أو greater than or equal يعني أو ممكن ألاقي الأبسليوت less than or equal A عايزك تبقى كاتب ورايا ولما نجي نبدأ نحل تحل معايا تلاقي الدنيا ماشية سالكة ليه لأننا في حالة لو بق السمكة نحية الرقم لو بق السمكة نحية الأي أنا كل اللي هعمله هعمل إيه هحط الأبسليوت خلي بالك أبسليوت يا مستر أبسليوت أحط لجوا الأبسليوت ده في النص مرة less than A ومرة greater than negative A طب لو الأبسليوت هو اللي نحي علامة greater than هحل حلين هقول مرة اللي جوا الأبسليوت أكبر من A ومرة اللي جوا الأبسليوت أصغر من negative A على بركة الله نبدأ حلول هتقول ليه ده بس كده أما أنت فاكر ايه هنبدأ حلول وهنروع عالكلام وهنشوف الدنيا هتمشي ازاي بهذه المعلومات هي كافية لحل الانيكواليتز بتاعتي ليه بقى؟ ليه أقول لك ليه؟ آيديا رقم واحد بيقول لي تعالى نزبط الدنيا مبدئيا السؤال الأول أبدأ حل؟ أبدأ حل أبسليوت بيسوي رقم أنا هروح شائق الصفحة 2 مرة هقول 3-2x equal 7 ومرة هقول 3-2x equal negative 7 أعمل ايه؟ أعمل ايه؟ أعمل ايه؟ أنا هودي السريب عكس الإشارة يبقى negative 2x equal 7-3 ده equal 4 divided negative 2 في النحيتين أعمل divided negative 2 تطلع الـ x بـ negative 2 أدي أول حل الحل التاني أدي negative 2x أعرف مكانها أودي 3 بالـ minus minus 7 minus 3 يعني minus 10 أعمل divided negative 2 تطلع الـ x equal 5 أقول لي بـ solution 6 بتاعك جبرت negative 2 و 5 اتزبطت أخش على التانية التانية الراجل بيقول لي ايه؟ بيقول لي absolute x minus 1 minus أنا متفق معك اتفاق التانية آه دي دي التانية دي absolute بيسوي absolute لا ده absolute بيسوي function أو absolute بيسوي equation لازم redefine لازم أعمل redefine للـ absolute يعني ايه redefine؟ تعال ورديك أول استيب نضع ما بيدخل الأبسليوت بـ 0 x minus 2 equal 0 يعني الـ x بيسوي كام x equal 2 ودي number line ادي number line احط الطوء عليه ادي الطوء عن number line واشوف الجزء الشمال أنا كنت تنتكاتب ورايا الجزء الشمال هنغير إشارة اللي جوه الأبسليوت يعني ايه؟ يعني هخليه negative x plus 2 negative x plus 2 equal negative x plus 2 غيرت الإشارة كلها equal 3 x minus 4 ما بغيرش الجزء التاني طب والنحية اللي يمين هعمل إيه؟ هكتب المسألة زي ما هي x minus 2 equal x minus 2 equal 3 x minus 4 يلا بينا يلا بينا أول حاجة النيجاتب إكس دا لو روح هناك هيروح بعكس الإشارة اللي هي plus x 3 x plus x أدى 4x معايا 2 هيجي لها الفور بالبلس تبقى 6 هعمل divided four في البوس سايدز هتطلع الإكس على الكالكليتور واحد ونص آدي أول x أتشيك مش أنا في الجزء اللي أصغر من 2 آه x واحد ونص لأصغر من 2 آه يبقى هقبل الحل ده طب الجزء ده أنا هعمل إيه؟ هودي الإكس بعكس الإشارة هناك x minus x أدى 2x معايا نيجاتب إتنين هيجي لها أربعة four minus two ده two اقسم على الإتنين تطلع الإكس بكام بواحد اوعى تعمل accept اعمل refuse لهذا الرقم ليه هعمل refuse لهذا الرقم؟ لأننا في الجزء اللي أكبر من اتنين ماينفعش الإكس تبقى بواحد يبقى السليوشن ست الوحيد هو الإكس إيقوال واحد ونص إكس إيقوال 1.5 بينما الone يتعمل له refuse لأننا في الجنب اليمين والجنب اليمين معناه إن لو سمحت من فضلك في الجنب اليمين آه ما تقبلش أرقام أصغر من 2 اقبل بس الأرقام اللي أكبر من 2 لأن 2 ده هي اللي كانت فصلة لي المسألة بتاعتي إلى الجزءين السابقين حلو؟ حلو تعال نشوف الثالث الثالث مبدئياً في شوية حاجات لازم أعملها أنا المنظر ده ما ينفعنيش نيجاتف قبل الإكس قبل ما أبدأ سؤال أروع مهمة قوي أروع تتعامل بالأبسلوت اللي جواه نيجاتف إكس قبل ما أبدأ سؤال أكتب السؤال عادي إكس ماينوس 1 ماينوس 2 إكس ماينوس 2 إكوال 0 أنا لسه ما عملتش أي حاجة أنا جاست جاست عملت حاجة واحدة هي الحاجة الواحدة ديت إن أنا خليت السؤال بتاعي يبقى يبقى معدول يبقى لإكس إشارته بسطف بدل تو ماينوس إكس خليتها إكس ماينوس 2 هتقول لي تما كده في نيجاتف كومان فاكتور ممكن ولا ولا أي نيجاتف ولا الكلام ده كله الأبسلوت بيشيل النيجاتف لا تقلق روق على الأبسلوت يعني سيب الأبسلوت لوحده أدي أبسلوت إكس ماينوس 1 أودي ده بعكس الإشارة 2 أبسلوت إكس ماينوس 2 أنا كده هروح شائق الصفحة 2 مرة هقول إكس ماينوس 1 إكوال 2 في إكس ماينوس 2 نقلت المسألة زي ما هي ومرة هغير إشارة الأبسلوت هغير إشارة بواحد بس من الأبسلوتين وليكن الأبسلوت ده أخليه نيجاتف إكس بلاس 1 إكوال 2 في إكس ماينوس 2 وأبدأ حل المعادلات بتاعتي إكس ماينوس 1 إكوال 2 إكس ماينوس 4 هتروح إلى ناحية الثانية بعكس الإشارة 4 ماينوس 1 يا لهوي يا لهوي باتريق عليكم أعملها 4 ماينوس 1 بسري وأودي دي ناحية الثانية دي إكس عادي 2 إكس ماينوس إكس يبقى دي أول حل الإكس بسري عايز تعرف تحل صح ولا غلط أعوض بالرقم اللي جبته كده بسرعة في المسألة أعوض إزاي أدي أبسلوت أشيل الإكس وحط 3 3 ماينوس 1 ماينوس 2 أبسلوت أشيل الإكس وحط 3 يا رب بتطلع بتسوي صفر لو بتسوي صفر بقى أنت جاب إكس يا صح سريه ماينوس 1 ب2 ماينوس 2 ملتوبلاي 2 ماينوس 3 بنيجاتف 1 جوال أبسلوت تابوسيتف 1 2 ماينوس 2 بزيرو اشتا انت كده بتحل صح تعالي نكمل حل هناك نيجاتف إكس بلاس 1 ايكوال أضرب هنا 2 إكس ماينوس 4 أود دي 2 إكس ديوب بعكس الإشارة يبقى 3 إكس والنيجاتف 4 تيجي هنا تبقى كام تبقى بسطف 4 بلاس 1 ب5 هقسم على الثلاثة يبقى الإكس بتسوي كام 5 على 3 يبقى أنا كده أطلع لي حلين إكس إكوال 3 وإكس إكوال 5 على 3 الترايت سولف دوت حلوه على بل ما بعت لكم مسج على الجروب جاي معانا أنا أمس على الجروب بتاعكم وحشتوني وحشتوني الناس بتحل ماشي ماشي أنا بعمل إيه ماشي 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 نقول لهم إيه بقى آآ مبدئيا لازم أجيب الفرونت كاميرا إحنا بنحل صح؟ محدش لي دعو بيه أنا ببعت مسج طب والله يوحشتوني والله يوحشتوني يوحشتوني جدا 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 ليالي التصوير الحزينة استنوا مراجعتها تنزل ترخ على دماغكو تاني سنوة وحشتني يالله عشان أنتم مخروب بتحلوا ترايت سولف دوت في المستقبل إيه بقى اللي بيحصل يا معلم؟ تعالوا نشوف الرابع لقيته عبارة عن إيه الرابع عبارة عن إن أنا مبدئيا مبدئيا هحاول حلها كأكويجن يعني هوادي السري بعكس الإشارة أدي نيجاتيب أبسليوت إكس بلس 2 إكوال 2 ماينس 3 2 ماينس 3 بكام؟ بنيجاتيب 1 طب ما تمشيلي نيجاتيب مع نيجاتيب والله يباريك لك يبقى أبسليوت إكس بلس 2 بيساوي 1 شوء إلي بقى الصفحة الجميلة دي 2 مرة إكس بلس 2 إكوال 1 ومرة إكس بلس 2 إكوال نيجاتيب 1 ودي بعكس الإشارة 1 ماينس 2 أدي نيجاتيب 1 ودي بعكس الإشارة أدي نيجاتيب 3 طلع لي إكسايتين مرة الإكس بنيجاتيب 1 ومرة الإكس بنيجاتيب 3 الأيديا الثانية استيل الراجل عايز يحل الأبسليوت بس أنا عايز أتأكد من حاجة أنا عايز أتأكد مبدئيا من دي 2x plus 5 equal x minus 4 دي ماينفعش شوق الصفحة 2 دي لازم 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 redefine redefine ازاي اقول 2x plus 5 equal 0 يبقى 2x negative 5 يبقى الx negative 5 على الاثنين انا جدت الx امعلم negative 5 على الاثنين اروح عامل number line ادي negative 5 على الاثنين ادي الصفحة مشقوقة الجزء الشمال نغير اشارة الabsolute يعني اخليه كده negative 2x minus 5 equal كام x minus 4 مالكش دعوه بيها الجزء اليمين عنقل المسألة 2x plus 5 equal x minus 4 هوادي دي بعكس الاشارة بقت negative 3x equal هوادي دي بعكس الاشارة 5 minus 4 اللي هي 5 minus 4 equal 1 حصل؟ حصل يبقى الاكس بكام negative 1 على 3 اسأل نفسي سؤال مستر سؤال محرج شوية هو negative 1 على 3 ده اصغر من negative 5 على الاثنين لا لأ تروح جايب دي كده وتروح عامل كده negative 5 على الاثنين هتطلع لك على الاثنين نيجاتيب اتنين ونص طب وده negative 0.333 مين اكبر اللي 2.5 بالنيجاتيب ولا النيجاتيب 0.333 هتقول لها مستر ده موضوع محرج واحنا بنحبش نتدخل فيه لان انت عرفنا مع النيجاتيب يا عم انا وضحها لك هو كبوستوف معروف ان اللي 2.5 اكبر من 0.3 كنجاتيب العكس كنجاتيب العكس يعني ده اكبر من ده اكبر ينفع يبقى شماله لا فالنيجاتيب سيرد ريفيوزد طب عملي في الناحية اليمين تعال اوريك هودل x بعكس الاشارة 2x minus ألم وقعة روح اجيب الألم واجه 2x minus x dx واحدة ايه قول اودل 5 بعكس الاشارة بقت negative 9 ايه بقى البلوة السرعة دي دي الـ x بنجاتيب 9 هو ينفع اصلا تطلع الـ x بنجاتيب 9 في الجزء اليمين ده رقم اكبر من النجاتيب اتنين ونص فده برضو ريفيوزد هتقول لي ايه ايه يعني ده ريفيوزد وده ريفيوزد بقى السلوشن ست ايه مش عايز غباء السلوشن ست اكيد 5 طب لو هنرسمها بقى زي ما هو معايل لو انا هرسمها بقى عشان اوريكي في الجميل ده اول حاجة ناخد من جوه يتبقى لي من x بلاس خمسة على الاتنين حلو حلو وقال لك يا لأ انا هرسم لك بطريقة اجدعا يا عم تعال ارسم لك الرسمة دي بطريقة اروقة اللي هي الطريقة بتاعت زمان اوي كده لما كنتوا صغيرين وتقولوا احنا هنفرض ارقام للx ونشوف الواي بكامل تعال اعلمك بترسم دي ازاي y equal to x plus 5 لو انت عويل في الرسم حطلي ال x بكذا قيمة اعمل تابل كده يربط ال x بال y انا ممكن اقرر ان احط ال x بكذا value مثلا واحد يقول انا احط ال x ب negative 3 و negative 2 و negative 1 و zero و one و two واكمل اشوف الكلام عليه هعوض في المسألة اشيل ال x وحط negative 3 ادي ال calculator اشيل ال x وحط negative 3 2 by negative 3 plus 5 طلعت negative 10 هتبقى 10 طبعا top 2 by negative 2 طبع عرف ليه هتبقى 10 لان احنا absolute top 2 by negative 2 plus 5 طلعت 1 top 2 by negative 1 plus 5 طلعت 3 top 2 by zero plus 5 هتطلع 5 top 2 by 1 plus 5 هتطلع 7 top 2 by 2 ادي اربعة اربعة وخمسة اربعة وخمسة كان تسعة تعالى نوقع عن نوعات دي النقاط دي هتقى توقيعها هيبقى توقيعها سهل اوي ما انا معايا هنا one two three four five ادي negative one negative two negative three negative four negative five ادي واحد اتنين ثلاثة اربعة ما اكمل بقى فوق هي اول نقطة نيجاتيب سري معاها مين معاها عشرة دي في نقطة فوق اوي نقطة هنا مسلا top والنيجاتيب تو معاها one top والنيجاتيب وان معاها سري ادي نيجاتيب وان وسري top والزيرو معا five zero معا five يعني هنا بالزبط top والون معا seven يعني هنا مسلا تعالوا موصل كده الفرع الجميل ده ببعضه ادي الفرع الجميل اللي توصل ببعضه طب والفرع الثاني كان عامل ازاي كان عامل كده ادي رسمة الابسليوت اللي انت كنت لسه هتطلع ويطلع نيجاتيب اتنين وتتاخر شمال والقصة والحزينة اللي انت عارفها طب اكس مايناص فور عايز ارسمه اكس مايناص فور بيترسم ازاي ده سهل ده خط نقطتين ورد غطاهم سمو عليكم عليكم السلام حط الاكس بزيرو تطلع الوي بنيجاتيب فور طب حط الاكس بوان تطلع الوي بنيجاتيب سري اكس بزيرو وي بنيجاتيب فور ادي نيجاتيب وان نيجاتيب تور نيجاتيب هنا هو اكس بوان وي بنيجاتيب سري هنا هو واروح راسم الخط الجميل ده هل الخط هيقطع الفانشن لا عشان كده طلع السوليوشن ستة الجبريكة لي فاي يا انهرب يا باعك كلام طب تعالنا شوف التانية ما تركزت عشان ما تهيس انا حللك التانية على طول جراف تعالنا حلها جراف وبعد كده حلها الجبريكة لي وتشوف اني بيجي معك سكة اكتر تعالنا نتعلم الجراف اكتر واكتر تلاتة اربعة خمسة ستة ادي نيجاتيب وان نيجاتيب تو نيجاتيب سري نيجاتيب فور نيجاتيب وان نيجاتيب تو نيجاتيب سري نيجاتيب فور ادي وان تو تري فور بص يا سيد الناس مبدئيا بيقولك X plus 2 من الفيرتكس بتاع المسألة دي negative 2 و 0 negative 2 و 0 عن نقطة هنا أرسمها إزاي بقى رسمة الأبسليوت بص برسمها إزاي بعدي على المربعات دي أفضل معدي على المربعات دي أتو برسم عشان الرسمة تطلع معاك دقيقة على الفيرتكس المربعات كده الرسمة دي ما فيهاش أي مجال إنها تبقى غلط قادي الرسمة اللي بالأسود اللي هي كانت رسمة الأبسليوت الشمال تعال نشوف الأبسليوت اليمين من الفيرتكس 3 و 0 هنا كده وابدأ أعمل كده يا ربي نتقابل في مكان حلو أبا شايف نقطة التقطع دي نقطة التقطع حصلت إمتى عند الهوف عند الهوف بالزبط فأنا المفروض إن أنا لما حلها الجيبريكالي يطلع السليوشن 6 تعال نشوف أنا مبين هروح شايف صفحة 2 مرة إكس بلاس 2 إكوال إكس ماينس سري ما غيرتش أي حاجة المرة التانية أخلي أبسليوت فيهم يتحول نيجاتيف ده مثلا ده مثلا يبقى نيجاتيف إكس بلاس سري تعال نحل هنا أنا لو شطبت الإكس مع الإكس هيتبقى لي 2 إكوال نيجاتيف سري ما حصلش ولا هيحصل يعني طب تعال نحل اللي هناك أنا هوادي الإكس دي هنا بالبلس إكسو إكس أدي تو إكس هوادي التوب الماينس سري ماينس توب 1 إقسم لي بقى أعلى 2 تطلع الإكس بكام بهوف شوف ما أنا كنت عارف ما أنا كنت حللها الجرافيكالي وعارف إن الحل هيطلع هوف ماشي 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 يا بني عدمي The solution set of the inequality صحالي بقى وقل لي أنت كاتب إيه أنت كاتب عندك لو علامة greater than or equal ناحية الأبسليوت أنا بشق الصفحة 2 مرة بقول اللي جوه الأبسليوت أكبر من أو إيكوال 5 ومرة بقول اللي جوه الأبسليوت أصغر من أو إيكوال نيجاتيف 5 مرة بوصطف مرة نيجاتيف هوادي دي الناحية الثانية يبقى الإكس أكبر من أو بتساوي 8 هوادي دي الناحية الثانية يبقى الإكس أصغر من أو بتساوي نيجاتيف 2 دي دايما حلها دايما المسألة اكتب جنبها كده اكتب جنبها النوت اللي أنت كنت كاتبها دايما بتطلع R accept R accept عراق قوي كده بقى من كام لكام من نيجاتيف طول 8 وإنت لسه في أول الفيديو المستر قيل لك في حالة وجود الإيكوال غير كلامي عشان R accept يعني خليها open تبقى R accept من نيجاتيف 2 إلى 8 وكليهما open ليعملناها open عشان R accept بتغير كلامي هل دايما لما يبقى بق السمكة ناحية الأبسليوت هنغير كلامي؟ اه دايما لو بق السمكة ناحية الأبسليوت هنعمل R accept طب هنا المرة دي بقى لازم نروع على الأبسليوت أروع عليه إزاي ده أدي أبسليوت 3x plus 2 تروع عليه يعني تسيبه في مكانه لو وحده ما فيش عنده بلاس ولا ماينس طب أعمل في البلاس 5 أوديه هناك 4-5 become negative 1 فكك بقى من جوا بقى نشق الصفحة ونعمل الكلام ده أنا عايزك تفكر بالعقل مرة في حياتك بزمتك ودينك أنا هزممك هزممك هو ينفع الأبسليوت يبقى نيجاتيف تاني تاني ينفع الأبسليوت يبقى نيجاتيف لأ ده الراجل بيقول لك الأبسليوت أصغر من النيجاتيف هو ده لوجك مستحيل يبقى الإجابة فاي أول لما لقى أبسليوت لزان رقم نيجاتيف ما تفكرش هي فاي اكتبها النفس لو الراجل اداني أبسليوت لزان أصغر من نيجاتيف ما ينفعش أصلا لأنه لازم يطلع بسطف فما ينفعش يطلع أصغر من نيجاتيف طب اللي باعته قبل بقى وقعد قبل وقعد مبدئيا استب رقم واحد احنا لازم نشقل بالكلام ده نشقل بالأبسليوت إزاي أخليه أبسليوت 2x-5 لازم زان أور إيكوال سيرد الله 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 أنا عملت إيه أقولك أنا عملت إيه أنا أوتوماتيك أول حاجة بعملها في حياتي لما لقي في فراكشن في الأبسليوت في الإنيكواليتي أشقلبه أشقلب اللي تحت فوقه واللي فوقه تحت والتلاتة نفس الكلام هشقلبها أخليها سيرد والعلامة كل حاجة تشقلب ما أنا بشقلب العلامة بتاعت الإنيكواليتي في حاجتين لو أسمت على رقم نيجاتيف أو لو جبت ريسيبروكل ألبت الأبسليوت أو الفراكشن بتاع الأبسليوت طب ده بق السمكة يا مستر ناحية الرقم دي كنا بنعمل إيه كنا بنحط الأبسليوت في النص 2x-5 مرة نيجاتيف ثيرد هنا ومرة ثيرد هنا عايز أشفي الإكس خليك فنان مع المسألة عايز تشفي الإكس يبقى أول حاجة هتخلص منها النيجاتيف 5 يبقى هتروح هناك بعكس الإشارة هنا وهنا اللي احنا هنزود خمسة في كل الاتجاهات يعني هنعمل 5 بلس نيجاتيف ثيرد دي هتطلع 14 على سري يصحى معاي ودي تو إكس والخمسة خلاص ما احنا نخلصنا منها هنزودها لناحية التانية خمسة بلس سيرد اللي هي هتطلع 16 على الثلاثة 16 على الثلاثة نعمل إيه عشان نخلص من التو ديفايد التو هقسم الإكويجن كلها ديفايد التو فهتبقى 14 over 6 x 16 over 3 هتبقى 16 over cam 6 هتقول لي ثانية بقى نحسبها أروح ماسك الكالكليتور أشوف 14 على الستة بكام بسبعة على الثلاثة 7 over 3 ودي الإكس طب 16 على الستة بكام بتمانية على الثلاثة واللي خلصانة يبقى هاختار من 7 على 3 لإيهت على 3 closed اللي هي اختيار هقول لك اختيار غير موفق لأن الاختيار هتروح انت قيل لي إيه عرفياً الاختيار إيه من إيه دا لا لا هو من 7 على الثلاثة يا لها هو كبينه غلط ده يا جماعة من 7 على الثلاثة لـ 8 على الثلاثة ليه بقى هي 7 على الثلاثة ولا 7 على الثلاثة أنا حاسب صح لأ أنا أكيد حاسب صح 14 على الستة 7 على الثلاثة مالكو يا جدعين طب راجع حساباتي مرة أخيرة سبعة على الثلاثة طب سرد بلاس فايف تمانية على الثلاثة يبقى الحوار يبقى ليه حصل معنا لقطة زي دي حصل معنا لقطة زي ديت عادي لا هي 7 على الثلاثة وثمانية على الثلاثة الفكرة في لقطة الفايف وبرتو دي فاكر لما قلنا لازم نقول اكسبت زيرو زد دينيومونيتور آه صح اكسبت زيرو زد دينيومونيتور يعني ايه ده دينيومونيتور فأنا أكيد هسوي بزيرو أقول لي بقى 2x كمال خمسة أقول لي بقى الـ x بتسوي 5 على الثلاثة اديها بالرجل دي من مطريد من مطريد الدومين لازم كانت تاخد الرجل الجميلة علشان تبقى 7 على الثلاثة والكلام اللذيذ ده و بس صورة ونكمل هانت قوي هانت أربع الراجل بيقول لي the solution set of the inequality export 2 minus 2 x plus 1 greater than or equal 4 ركز لي بقى في اللي أنا هعمله لأن احنا هنعمل دلوقتي حاجة حلوة أنا مبدئيا لما جا تكلم على البتاع ده ده براكت بورطولة وانت واخد بالك هتقول لي باشا انا مش واخد بالي ما باخدش بالي من الحاجات دي اعمل فاكتورايز للمسألة روح للقالة واعمل فاكتورايز هيطلع لك ادي يعمل براكتين انا جاهز لللي انت هتقولهولي انت هتقول لي كم بقى الرقام اللي طلعت لك من الكالكليتور هكتب 1 negative 2 1 هيطلع لي 1 1 بعكس الاشارات هيطلع لي رقم واحد من الفاكتورايز اللي هو 1 فانا جاست عملت ايه جاست غيرت الاشارة وحطيته طب بقول لك ايه هو مش ده اصلا اللي هو x-1 square حصل فانت لما بتعمل فاكتورايز وبيطلع لك رقم واحد من على الالة معناها ان الروت متكرر الروت متكرر يعني اللي هتكتبه هنا هتكتبه هنا ولما بقى معايا اتنين براكت ستابيكل زي بعض بعمل ايه بكتبهم مرة واحدة وبعمل power 2 هتقول لي اصلي كده كده الpower 2 هيمشي الروت ويبقي absolute x-1 فالمسألة تحولت لابسليوت ازاي تاني انا عملت فاكتورايز لدي تلعلي نفس الرقم على الالة اللي هو 1 غيرت اشارته بقى negative 1 اللي هي x-1 قول power 2 مشيت الpower 2 مع الروت اتبقى absolute اصبح علامة بق السمكة ناحية absolute اشتغل معايا بق السمكة ناحية absolute بنشوق الصفحة 2 مرة x-1 greater than or equal 4 ومرة x-1 less than or equal negative 4 اود ديها بعكس الاشارة يبقى x greater than or equal 5 اود ديها بعكس الاشارة يبقى x less than or equal negative 3 ودي دايما بتكتب r-except يبقى r-except من negative 3 إلى 5 ما راحت فين r-except من negative 3 إلى 5 اللي هي الإجابة c بس نغير الإشارة نخليها إلى 5 مش negative 5 طب ليه عملتهم اوبن انا زهقت من موال ده عشان r-except بتغير كلامي فالمفروض وجود علامة equal تغير كلامي تعال يا معلم نشوف الكلام على ايف دول the solution set of the inequality absolute 3 minus x للزان 7 طب مبدئيا العلامة ناحية السبعة ناحية الرقم فاحنا بنحط الabsolute في النص 3 minus x بس انا كنت معرفك حاجة خليه x minus 3 بنظافة مش هتفرق بس خليه x minus 3 هتقول لي يا مستر مش هجب بالي انا همشي بزيك والله عظيم مع هدايك سري minus x عشان تبقى زي ما حلته مرة للزان ومرة مرة حط الرقم بالنجاتف ومرة حط الرقم بالبوست هود في النحيتين هنا ببقى سبن سري هعمل وانا بعمل هتبقى x negative 4 بس منساش والنبي باللي عليكم اشأقلب العلامة يبقى solution set بتاعي من negative 4 الى 10 open ليه من negative 4 الى 10 open انا بعملش ار ايك سيبت لما ببق السمك ناحية الابسليوت طب التانية هنشأقلب الفراكشن اول حاجة هتبقى absolute 2x minus 3 لزان هاف لانا زي ما شأقلبت هنا اشأقلب الناحية التانية طب حلو العلامة ناحية الهاف اروح عامل ايه اروح حاطي 2x minus 3 في النص مرة ليه زان مرة greater زان هنا negative هاف وهنا هاف اخد الnegative سري اوديها بعكس الاشارة في النحيتين 3 minus هاف ادي 2 ونص لها 5 over 2 على الكالكليتر ودي 2x 3 plus هاف لها 3 ونص على الكالكليتر لها 7 على الاتنين هعمل العلامة المرة دي ناحية الابسليوت بعمل ايه لو علامة الجريتر زان ناحية الابسليوت بشق الصفحة جزئين مرة 2x minus 3 اكبر من اربعة ومرة 2x minus 3 اصغر من negative 4 هوادي ديها عكس الاشارة يبقى 2x اكبر من السبعة هاقسم على 2 يبقى الـ x اكبر من 7 على الاتنين جبت اول رقم اللي هو 7 على الاتنين هنا هواديها بعكس الاشارة يبقى 2x اصغر من negative 1 اقسم على الاتنين يبقى الـ x اصغر من negative half فانا حواري كله are except معايا negative half ومعايا 7 معايا negative half ومعايا 7 على الاتنين ومعايا are except لان العلامة ناحية الابسليوت ليه عملتها closed ومفيش equal عشان are except بتغير كلام حلو الكلام ده الرابعة هقولك خد يا عم المسألة دي وروح اعمل لها factorize وانا معاك mood equation 3 4 equal negative 12 equal 9 equal طلع اللي 3 over 2 رقم واحد اروح اعمل ايه 3 over 2 كنا بنحط الرقم اللي تحت جنب فهنكتبه هنا بالnegative وهنا بالبوستف تواخد بالك في الفرق بين كل المسائل امتى بعمل ايه لو العلامة ناحية الرقم وامتى العلامة ناحية الابسليوت ان شاء الله تواخد بالك يعني الnegative 3 هتروح بعكس الاشارة بالبوستف negative 9 plus 3 ادي negative 6 وانا ادي هنا ادي هنا 2 اكس النورة 9 plus 3 ادي 12 هعمل الايكوشن كلها هتفايد 2 ادي negative 3 ادي اكس ادي 6 يبقى السليوشن 6 من negative 3 الى 6 واللي 2 closed مفيش ار اكسبت لان العلامة مش ناحية الابسليوت كرمش ويرمي اي دي رقم اربعة find graphically الانيكواليتي ورفي الانسر الاجبريكالي تعال الاول انشوف انا هعملها ازاي graphically graphically كنت رسم الرسمة ديت انا عايز الرسمة ما رسمتهاش دي مثلا التانية هتقول لي ما احنا لسه عاملنها ورا دي مش بتاع دي احنا لسه عاملها فاكتورايز وطلع ببين 3 على الاتنين اه يا باشا ما هدي بتاع 2 اكس مينوس 3 اكبر من خمسة انا كده كده عرفت انها بقيت absolute 2 اكس مينوس 3 لان ال power 2 بمشي الروتي بقى absolute اكبر من 5 اعمل ايه بقى عشان احل المناظر اللي زي دي دي احنا لسه حلنها في الصفحة اللي ورا فاحنا ممكن نغشها انت ممكن تغشها انا ما اقدرش انت ممكن ترجع الفيديو انا مش هحل تاني طب اعمل ايه عشان ارسم 2 اكس مينوس 3 تعال يا برينس اكس مينوس 3 كابسليوت لو عايز ترسمه انت ممكن تقولي انا خلص انا بقى معايا انا هعمل اكس وواي انا عجبتني طريقة التعويض اعوال على الاكس بص ما تسرحش كتير نيجاتف 2 نيجاتف 1 0 1 2 تحل ادخن ابسليوت الارقام دي حطلي الاكس بنيجاتف 2 ادي اعمل 2 ملطيبلاي نيجاتف 2 مينوس 3 طبعت نيجاتف 7 انا هكتب 7 ليه علشان في ابسليوت طبتو باي نيجاتف 1 مينوس 3 نيجاتف 5 وانا هكتب 5 طبتو باي 0 مينوس 3 مينوس 3 هكتب 3 طبتو باي 1 مينوس 3 نيجاتف 1 هكتب 1 لان الابسليوت بيشن النيجاتف طبتو باي 2 4 4 مينوس 3 1 اروح اوقع انه قضية هناك يلا نوقع ادي 1 2 3 4 5 6 ادي نيجاتف 1 نيجاتف 2 نيجاتف 3 نيجاتف 4 نيجاتف 5 ادي 1 2 3 4 5 6 ادي نيجاتف 1 نيجاتف 2 نيجاتف 3 نيجاتف 4 نيجاتف 5 وهكذا وهكذا نيجاتف 6 نيجاتف 7 ارقام بقى بتاعتنا كلها مش هرسم ايا حاجة في الحتة اللي تحت دي نيجاتف 2 7 ادي نيجاتف 2 واطلع لحد نقطة هنا انا هرسم معك نيجاتف 1 و 5 ادي نيجاتف 1 و 5 0 و 3 ادي 0 و 3 1 و 1 ادي 1 و 1 2 و 1 ادي 2 ايه ده يعني ايه 1 و 1 و 2 و 1 انا حاسب حسب غلط انا حاسب حسب مستحيل مستحيل معنا مش عايز جنان هتجي تقول لي مستار ساني واحد من طلعات عن اتنين في واحد اتنين 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 ميناس 3 ادي نيجاتف 1 من الابسوليوت اطلع 1 طب لو عوضت باتنين اتنين في اتنين باربعة 4 ميناس 3 بواحد ماشي مش مشكلة ماشي طب انا دلوقتي لو جيت قلت لك كنت عايز عارب برضو نقطة كمان تماشيني صح يعني ايه نقطة تماشيني صح يعني انت لو محتاج نقطة كمان عشان تبقى ضمن انت هتطلع ازاي لان خلي بالك انت مش ماشي بالزبط في المربعة طبعا مرة مربع مرة في النص مربع في النص مربع في النص مربع يبقى دي هتطلع في النص طبعا عايز عارب اطلع فين بالزبط مرمش أخمن في الامتحان يعني عمي زود نقطة حط الـ X بـ 3 وحسبها 2x3 6 6-3 3 الـ 3 طلعت معها 3 يعني الـ 3 و 3 دي نقطة هنا يبقى أنت عشان بس ما تبقاش متضايق أنت هتطلع كده بالزبط بيقولي الرسمة التانية بقى اللي هي 5 أرسم الخمسة إزاي أطلع عند الـ 5 واشد خط هذه الرسمتين رسمة الأبسليوت اللي على الشمال ورسمة الـ 5 اللي عليمين هو عايز بقى الأبسليوت أكبر من الـ 5 عارف عايز أني جزء الأبسليوت اللي هو الأزرق والـ 5 اللي هو الأخضر هو عايز الجزء ده اللي الأبسليوت أعلى من الأزرق الأزرق أعلى من الأخضر اللي هو الرسمة مرسومة فوق اللي هي من نيجاتيب إنفينيتي لحد كام لحد نيجاتيب وان واللي هي من بالرسمة بتاعتي بالحب كده من 4 لإنفينيتي اللي هي كنا مجاوبينها إزاي في الصفحة اللي وراه الرسمة كده كده الأبسليوت أعلى من الخمسة في كل المسألة معادة حتة واحدة اللي هي بنقولها إيه من هنا لهنا ده بس للناس هوات الجراف إنما كده كده السؤال ده في اللي متحل لو جاي لنا هحله ألجبريكالي ألجبريكالي هيتحل في ثانية لثانية وبعد كده زود الجراف لو عايز بعد ما حل ألجبريكالي أرسم له الجراف كمنظر أنا تعلمت برسمه إزاي وإلى هنا انتهت حصة الألجبرا الأولى كده شابتر وان ألجبريكالي بكل تركات والحمد لله انتهينا منه نتقابل الفيديو الجاي وإحنا بنقتل شابتر تو سلام عليكم